اشتركوا في القناة المباراة حضر فيها جمهور الاهلي حضر فيها كل ما يتعلق بالاهلي باستثناء لعبه ليقدموا واحدة من اكثر المباريات المخيبة للامل هذا الموسم المباراة كسبها النصر في ظل ظروف صعبة جدا مرت على فريق خلال فترة الماضية تحدثنا بهذه المباراة عن التغيير المهم جدا في تركيبة نادي النصر مشاركة سامي النجعي وتغيير المراكز اللي كان موجود عند اوتافيو وبروزوفيتش وسيطرة النصر الكبيرة جدا على هذه المباراة اسبابها واهم الافكار اللي قدمها كاسترو في المباراة ايضا تحدثنا عن المؤتمر الصحفي اللي تل المباراة بيتكلم فيه يا يسلى عن كثير من التفاصيل والافكار اللي كان المفترض انها تحدث لكن ما شفناها داخل الملعب تناقشتنا وبو عاليا عن استمرار يا يسلى عن المشاكل اللي واجهته هذا الموسم وعن ازمة وجود عدد كبير جدا من اللاعبين الذين تشعر انهم ما ينفذون تعليماته تحديدا محرز فرمينيو وماكسيمان تحدثنا ايضا عن مباراة الهلال وضمك المباراة اللي وصل فيها الهلال للانتصار التاسع والعشرين تواليا لش الهلال بدأ في الفترة الاخيرة امام الرياض امام انظمك يواجه كثير من المصاعف المباريات اللي يلعبها يعود في شوط المباراة الثاني يتدارك المباراة في دقائقها الاخيرة تحدثنا عن المرحلة القادمة بالنسبة للهلال الشهرين المتبقعين واللي فيها ما يصل الى ثمانتعشر مباراة مهمة ومفصلية جدا بالنسبة للهلال فيما تبقى من الموسم وعن كيف يتعامل جيسوس مع هذه الفترة اللي فيها ضغط كبير جدا للمباريات الحديث امتد لمباراة الاتحاد والفتح وملعب الفتح اللي لا يزال الانتصار عنه غائب منذ ان انتقل اليه الفريق هذا الموسم عن غياب بن زيمة وعن حضور اللافت العبد الرزاق الحمد لله اللي اليوم مسجل سبعة عشر هدف من اربعة وعشرين جولة المهاجم اللي كان بداية الموسم غير مرغوب فيه اصبح اليوم وهداف الفريق واحد اهم المنافسين على لقب هداف الدوري تحدثنا ايضا عن عودة جوتا والتأثير الكبير اللي اضافه لفريق الاتحاد عن مشاركة اللاعبين الشبان احمد الغامدي فيصل الغامدي مروان الصحفي والجيل الجديد اللي قاعد يخلق لنادي الاتحاد وكيف رح يتعامل قياردو مع ما تبقى من مباريات الموسم اختتمنا حديثنا بالحديث عن قائمة المنتخب اللي استدعاها منشيني للمعسكر القادم عن الازمة الكبيرة اللي كانت ما بعد الخروج من كأس امم اسيا كيف تجاوزناها وكيف ينبغي أن نذهب اليوم باتجاه اهداف جديدة بيودي انا اشكر رعاية هذه الحلقة شركة صفا وتطبيق محلي اما الان نترككم مع الحلقة صباحك الله بالخير ابو عالي صباحا اخيرا اخيرا خلنا معك الصيف يا جات وقت شتب على الصيف يا حقك بداش تغل خلاص على طول بسرعة وشعورك حنا نسجل ساعة ثانتين وربع الفجر يعني السحور هنا في المكتب ان شاء الله يلا بزينا ندينه بعد شواري ما يا محمد محمد وين اخلا ايجي بشور تعطش مشكلة يا اخي وانت منوع لتسحري شي يعني اي شي امغاكل بحي مدين تشرط موقت تشرط ابو عالي كانت خليني نقول جولة مهمة جدا في الدوري شهدت واحدة مباريات القمة مباريات اللي تجمع ما بين نادية من عندية الصندوق مباراة كان كل شيء فيها قبل المباراة يقول ان احنا رايحين باتجاه اكتساح حفلة اهلاوية تكلم عن حفلة ليس تقليل من النصر ولكن ملعب كامل العدد جيفو حضور جماهيري ناس مفطرة عند الملعب تحس ان المباراة تعني للأهلاويين ثلاثة اربع اضعاف مما تعنيه للنصراويين وصابت خيبري قبل المباراة وصابت خيبري فكل شيء كان يوحي انه احنا بنشوف مباراة مثالية للأهلاوي ومباراة بالنسبة للنصر بيجيك شعور كنصراوي انه اخليتها ما جدت في الوقت احنا تونا طالعين من العين وضغط مباريات والفريق حتى على الجانب النفسي والمعنوي ما طلع من صدمة الخروج الآسوي كل شيء كان يمهد الى فوز الأهلاوي الا ان اللي صار هو فوز النصر كدهش فاجأك الموضوع؟ يعني صراحة اعطاني البعد الثاني عند الانديا لما تفرق بين بين بطولة وبطولة دائم عندنا مشكلة كبيرة جدا تقع فيها كثير من الانديا انها لما تخسر منافسة تدخل منافسة الثانية وكأندي المنافسة انتداد لهذا الخسارة يبدأ ينتقل شعور الخسارة في هذه البطولة او خروج من هدف من أهدافك في الموسم الى انه لمعظم الأهداف الأخرى فهذا الشي يبيلك او يجيب لك فترة ضرب كذا تندم عليها في السنوات او في نهاية الموسم وهذا الشي ملاحظ جدا هذا الموسم يجي ناخذك كيس نشوف اتحاد اتحاد لما خسر او كان بادي الموسم وهو ما في باله الا كسر عامل الاندية لما انت كسر عامل الاندية تحس ان افريق دخل صدمة دخل دوامة حس انه كده تاية ولا هو عارف ايش اهدافه من هذا الموسم الان بدأ يبنى هذا الشي حب حب ولكن قبل ما اروح لك للمباراة نفسها انا ودي روش للجانب ثاني في الاهلي واللي انا كده قبل المباراة وتعمدتني نزل قبل المباراة لاني ما راح تكون تجيس للمباراة هي امتداد او تخالف هذا الكلام او تؤكد هذا الكلام ولكن قلت ان الاهلي هذا الموسم على كثر المشاكل اللي مر فيها على كثر العزمات اللي مر فيها النادي على كثر العثرات التعثرات العصابات المشاكل اللي مرت على مستوى خياراته المحلية والجنبية يعني خلنا نقول الفريق نفسه تسلسل او الرسم بعيني للفريق على اني يروح او اندون الا ان تحس عقلية الفريق صلبة الجمهور عنده حافز النجاح ما في مشاكل شوشرة بر الملعب يعني كثير من الانديا يمر فيها هذا الدروب أو هذه المشاكل مرة يفوز مرة يخسر تسمع صوات خارج النادية أو خارج الإدارة من الجمهور يعني صوت شوي يؤثر على حالة الاستقرار الخاصة بالفريق ولكن أهلاوية هذا الموسم عارفين ومدركين لا جمهور لا إدارة لا لاعبين حجم أنك تجي من دوري يلو وتجي تنافس الانديا عندها وعندها استعداد أنها تكون جاهزة هذا الدوري بحكم أنك تجي من رتم أقل بحكم أنك تجي من مستهدفات أو أهداف أقل إلى أهداف أكبر وبحكم أن هذا الفريق تقريبا 80 إلى 90 بلوما منه خليني نقول جديد لا على الصعيد المحلي ولا حتى على الصعيد الاجتماعي أنت كيف شفت المضوعة أنا أعتقد أن أبو عالية إدارة ما أدري إذا أعلام متفقين أنه فريق يحتاج إلى وقت ولكن أعتقد أن الجمهور خرج من ملعبه ومستائج جدا المباراة ما تأثر كثير على حظوظك تكون في المركز الثالث لأنه في فارق مريح ما بينك وما بين الاتحاد والتعاون فبالتالي قيمة المباراة في أنك تبقى تكسب واحد من الأندية اللي تشعر أنك انتوا إياها تقريبا في مستويات متقاربة والسنة الجاية بتدخل معهم في منافسة على لقب بطولة الدور إذا كان السنة هذه أنت ممكن تهدي الجمهور وتهدي الناس فكرة أني أنا صاعد أني أنا كونت فريق جديد فبالتالي حتاج إلى وقت السنة الجاية الأعذار هذه كلها ما رح تكون موجودة الظروف اللي أتى النصر فيها للمباراة مغرية جدا إلى أنك انت تكسب أبسط حاجة أبو عالية أنه من بعد فترة التقفف نصر لعب ثمان مباريات أربعة في الدوري وأربعة في دوري أبطال آسيا بينما الأهلي لعب أربع مباريات فقط يعني تتكلم عن كم دقيقة لعب فارق ما بين الفريقين في الشهر الماضي منها نصر جاءك أصلا من مئة وعشرين دقيقة ستنزل فيها بدنيا في مباراة العين غياب سلطان الغنم غياب عبدالله الخيبر اللي كان في المباراة وغياب مهم جدا للاعب بقيمة تلسكا وكل الغيابات والإصابات اللي موجودة في النصر في الفترة الماضية كلها مغرية لك لأنك كنت تكسب المباراة بدون نواف دون أسماء كثيرة يمكن فقدها النصر في الفترة الماضية أنا ما ودينا الكلام يأخذني لأننا نتكلم كثير عن ليش الأهلي خسر قبل ما نتكلم أنه أصلا ليش النصر كسب مثل ما أنت قلت يا أبو عالي أنه وحيانا مهم جدا كيف تخرج من الصدمة اللي موجودة عندك وأنه من الناس اللي قلت كثير عن كاستر وأنه لما كانت تحدث الصدمات مثل التعادل أمام أبها في آخر الدقائق مثل الخسارة من الهلال ثلاثة صفر في المباراة الدوري كان دائما يوريني في المباراة اللي بعدها أن الفريق فعليا ما كانت تعثر في المباراة الماضية ذهنيا على جانب الاستعداد الذهني للمباراة تحس أن الفريق ما عنده أي مشاكل أعتقد أن واحدة من أكثر الأشياء اللي كانت جيدة بالنسبة للنصر هي إصابة عبدالله الخيبري مش لأنه عبدالله لاعب غير جيد ولكن لأنه أضطرك هذا التغيير لأنك أصلا تغير في الرسم منتك قاعد تلعب فيه بدل ما تلعب ببروزوفيتشو أوتافيو اثنين لعيبة ثمانية موجودين خلف خط الضغط الأول بالنسبة للأهلي حترجعهم وراء مع قلبي الدفاع وحتحط سامي النجعي كلاعب حر ما بين خط دفاع ووسط الأهلي يتحرك في المساحات اللي موجودة هناك وفعليا هذا هو اللي يشكل سيناريو المباراة بالنسبة للنصر سيطرة عالية جدا في اللحظة اللي سجل فيها فيرميني والهدف اللي ألغي بعد ذلك بداعي التسلول فورا دخلت على واحد من التطبيقات في الجوال أبوى شوف نسبة الاستحواذ ليش؟ لأنه كان تكلم عن فكرة أنه النصر قديش استحواذ الأهلي قديش استحواذ وفي تلك اللحظة الأهلي قدر أنه يخطف المباراة طبعا الهدف بعد ذلك والغي بداعي التسلول بس الشاهد في ذلك اللحظة كانت مواقع هدف الهدف أنك تتكلم عن قديش الفريق هذا يسيطر وهذا أقل سيطرة لكنها أقل خطورة لأنه فعليا شطرة وفيك كرة كانت خطرة في لحظاتها نسبة استحواذ النصر وصلت 70% ومقابل 30 للأهلي شوطة المباراة الأول تخشعها سوف اسكور تشوف إحصائيات الشوطة الأول هتلاقي أن النصر 71% لأهلي 29% بس بدون أي خطورة صحيح ما في خطورة بس أنت متحكم بالرتب صحيح في مباراة من هذا النوع خارج ما لعبك الجمهور تقريبا 80% منه جمهور الفريق المنافس الفريق الثاني متحفز له أسبوع يحضر المباراة وانت جاي من صدمة كانت في دوري عبطال آسيا المتوقع والطبيعي الفريق هذا بيندفع بصعب عليك المباراة فبالتالي آخر شيء أنت ممكن تفكر فيه أني أمسك الكرة وأتحكم بالرتم في مباراة بهذه الصعوبة ولكن اللي صار أن النصر تحكم بالرتم بشكل كبير جدا نحن ممكن نتكلم عن مشاكل عند النصر في بناء اللعب لما يواجه فريق ممتاز وشرس جدا في الضغط زي الهلال لكن أمام تسعين بالمئة من الأندية اللي تضغط عليك أما بحدة متوسطة أو حدتها في الضغط كونسية زي اللي صار من الأهلي في المباراة حيوضح عندك ثلاثة من أفضل اللاعبين موجودين في الدور في خراج الكرة بروزوفيتش وتافيو واللاعب الثالث إمريك لابورت اللي يقدم واحدة من أرواع مباراة دائما إمريك لابورت إذا يواجه فريق في المناطق الدفاعية أنت حتحصل على أفضل قلب دفاع موجود في الدور لا على مستوى التميرات القطرية اللي يقدر ينزلها اللاعب الجناح اليمين سادي وماني وحتى الظهير الأيمن لا في التميرات اللي بين الخطوط اللي يكسر لك خط الضغط الأول ويسلم كورة اللاعب في وسط الملعب لا في رؤيته وقراءته أن يطلع بالكورة لعب ممتاز جدا في هذا الجانب لا يوجد أي لعب في الدوري ممكن أن يجاريه لكن لما نروح للشق الثاني اللي هو الجانب الدفاعي الرقابة قراءة اللعب نبدأ نتكلم عن سلسلة لا نهاية لها من المشاكل اللي موجودة عند أمريك لابورت لكن أعتقد أنه النصر نجح بشكل كبير جدا في أنه يتحكم برتم المباراة يسيطر عليها كان قادر أن يتعامل مع الأسلوب اللي لعب فيه الأهلي وإن كان فيه الكثير من المشاكل وسيطر واستحوذ وصل للمارمى في بعض الأحيان صح لما تكلم عن ثلث الهجوم ما فيه حدة ما فيه هجمات متكررة تحس أن كل واحدة منها قابلة أن تتحول إلى هدف لكن فعليا فيه مشروع فرصة فيه مشروع هجمة لكن في بعض الأحيان ما يكتمل لمسة خاطئة الكرة مثلا لو تلعب عرضية من الأكستريس تكون أعلى شوي على كريستيان ورونالدو ولكن أنت متحكم في رتم المباراة أنت مسيطر أنت قادر أنك تحتوي طلع إذا قدامت كنا نستطيع نغل نام صحيح بس أنت لأول مرة أو خلين نقول ما فترة طويلة جدا عندك جناحين حقيقيين في الملعب صحيح في جانب الدفاع وفي الجانب الهجومي في جانب فتح الملعب بأقصى العرض لأن هذه نقطة ممكن ما يكون تلسكة مميز فيها بشكل كبير وعندك ناعب ذكي في التحرك تحت المهاجم اللي هو سامي الناجعي مع اثنين زي ما قلت لك واحدة من أرواع مبارياتها هذا الموسم تخيل المباراة هذه لو جدت والفارق النقطي بينك وبين الهلال قريب جدا تكلم نقطتين أربع لسه منافسة موجودة لسه منافسة حقيقية وحية بين الفريقين وتوق طالع من خروج آسوي وتكسم مباراة زي هذه كنا بنتكلم بكثير من الثناء عن النصر وكيف لديك الصلابة الذهنية في موقف زي هذا على الرغم من ذلك أعتقد أنه النصر حتى وإن كان الفارق كبير بسبب التعثرات اللي صارت الفترة الماضية إلا أنه مكسبة في هالمباراة ما كان متوقع قد يعني استطاع أن يتغلب على كل الظروف كل شيء ما قبل المباراة كان ضده كل شيء يعني ترحيل الرئيس رئيس تنفيذي إلى إيطاليا عدم حضور تقريبا عدد إداري كبير لجدة صحيح تشعر أن المشاكل اللي كانت خارج ملعب النقلت أو ما دخلت جو الملعب وهذا الشيء صراح يحسب كثير حتى على مستوى تصريحات لما بديت لما الجمهور بديت تكلم على أنه أنت جالس تضغطنا وأنت جالس تقول تصريحات أو ترجم بشكل غلط ما أثرت على جودة الفريق وممكن الشيء يبو علي اللي فاجأني من الفريق طلع بكلينشيت يعني تتكلم عن كلينشيت الخامس هذا الموسم بعد مباراة كثيرة هل كان آخر واحد يبو علي أتذكر أن إذا ما خافظني أنه في نوفمبر أو لا جولة 14 يعني قبل عشر جولة تقريبا كثير كثير مرة تقريبا توقع في نوفمبر أو ترى ترى فترة زمنية طويلة جدا ترى حتى تتخللها في وقتها ممكن عدد مباراة كثير طلب من هالنصر بكلينشيت من بطلة الكاس أو دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا بس أنه على صعيد الدوري الشيء هل هي ثنائية أوتافيو وبروزوفيتش يعني ما أتذكر أنه في مباراة جرب كاسترون يلعب ثنائية دي تكون متأخرة فنقدانهم لعب عشرة زي سامي النجاي العادة كنا نشوفه فهنا ينزل فترة وفترات كنا نشوفه أحيانا بروزوفيتش وعخي بري يعني كان يبدل كثير بس أوتافيو وبروزوفيتش أتوقع أنها يعني أعطت بعد كبير في مساعة الخرج بالكرة مساعة الضغط على وسط ملعب النادي الأهلي وصراحة عندي صراحة إشادة كبيرة بلعبة النصر على مستوى فهم الليبة كثير من الأندي يا وعلي بالسهل تخسر كرتها بالسهل ممكن اليوم أكبر مثال مباراة الفتح والتحاد يعني تيو الفتح كيف قاعد يخسر كرة بشكل مبالغ فيه فيه ثلث فخلقوا في نصف ملعبة نفس الكلام على الأهلي في المباراة نفسها لو تلاحظ كثير من لعبة الأهلي قاموا يخسرون أو خسروا كور في هذا الثلث اللي أنا أقول أو النصف هذا اللي أنا أقول أنه أخطر ما كان ممكن تخسر فيه الكورة دائما أنت لما تكون لعب كورة والمدرب دائما في التدريبات ينبه أي لعب لا تخسر كورتك لا تخسر كورتك لأن خسارتك الكورة يعني إعطاها المنافس يعني المنافس سيكون في حالة أفضل مساء التحول وشوفنا الهدف اللي سجل النصر يعني الرجل جايس يقدم في موسم خلينا نقول جيد رجيد جدا جايس يشتهد يحاول مرة تشوفه في مستوى عالي مرة داون يعني تفاوت غريب في مستوى أمس في اللقطة اللي 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 لعبها أنا ما أعرف ما كان يبغل من الكورة يعني لما سوزك يسوزك يعني مهو بهذه الطريقة تعامل خصم زي النصر أو حتى دوري بقيمة دوري روشن وتخسر كورة بهذه الطريقة بتسجل عليك الأخطاء الفردية من اللاعبين على مستوى خلينا نقول جودة للعبين يعني واحدة من الأشياء اللي تخليني ما ألوم مع تيس يس لكثير في الأهلي أنه حرفيا ترى اللاعب اللي عندك متفاوتين في الأداء متفاوتين في في عطاءهم في أرض الملاعب أي لاعب من قائمة الهدعش أو حتى الدكة تعطيقيني اسمه بقول لك مباراة أربعة خمس ست مباراة كان فيها سيئة جدا مباراة كده كان فيها متوسط مباراة كان فيها مرة تبعاني يعني أي اسم رياض محلس مكسيمان راسل برايكان فرمينو المجحد كيسيب جنالة قدري رغم أنه هو الأفضل وهذا طبعا شي العادة ينعكس على أفضل اللاعبين لما يكون عندك أفضل اللاعبين في فريق يجالس يخسر كور مو يجالس يأدي بشكل كويس العادة أن هذا هذا الدروب أو التفاوت في المستوى يبدأ ينعكس على كل اللاعبين ولكن تحس إن ماتيا سيس اللي مسيطر على الموقف عارف أن هذا هو الكيس الأول له في الدوري عارف أن هذه هي تجربة الأولى له في الدوري عارف أن هذول اللاعبين هي المرة الأولى اللي يدربهم وهنا نتكلم يا أبو علي عن صيف قادم راح يكون كبير جدا وضخم على حسب الأخبار اللي طلعت لنا على مستوى اللاعبين الأجانب وحتى صيف كبير جدا على مستوى اللاعبين المحليين بحكم أنك راح تستغني أو كل نادي راح يستغني عن خمس إلى سبع اللاعبين من لعبتها محليين فهذا يعطي فرصة للأهلي أنه يبدأ يختار اللاعب محليين بعناية لما يختار اختيار بعناية لازم يكون تدخل ماتيا سيسلي في عملية الاختيار هو أصلا في لاعبين محليين كويسي أعتقد أنا جالس نشوف صلاحة في الدوري فيه كم لاعب بادي يعطينا خلنا نقول بوادر جيد يعني اليوم شاهدنا سالم النجدي سالم النجدي توقع الظهر العصر 21 سنة هدف الثاني له سجل على النصر سجل على الأهلي رجل اللاعب في الفات السعودي بمختلف لاعب مع المدخب السعودي العفون الفات السنية تحت 20 سنة 21 سنة وبادي يلعب أساسي بشكل دوري فهذا يعطيك خلنا نقول حجم تطلعات كبير جدا عباس الحسن على سبيمثال برضو عندك إضافة لذلك سعد الشرفة مهاجب رائع شاب صغير عنده عنده هذه اللمسة اللي قادر يتطور معك أحس بوعالي أن هذا هو الفخ اللي وقع فيه معظم الصفقات اللي سواها الأهلي يعني على مجرد الشيء كان كويس مع الفيصلي سعد بن عبيد كان كويس مع التعاون يعني في نوعية لاعبين هو جيد لما يلعب في نادي الضغوطات على أقل تلعب في الجاهرة ستين ألف متفرج وتحس أن كل أوفر غلط من علي مجرشي هناك مدرج ينتظر تغلط في كورة زي هذه فقط كبير جدا أنا أشك صراحا في لعيبك كثير بقدرون يتعاملون شوف أنا أتفق معك في هذه الجزئية عشان كذا الغالب الضن هذول اللعب اللي أنت بتاخذهم فرض يكون عندهم تجربة دولية يعني أتوقع عباس الحسن يكون هدف من أهدافك الصيف القادم لأنه لاعب شاب يلاعب وسط ملعب مركز خلينا نقول فيه معاناة كبيرة في الأهلي لما يغيب المجحد اللي يعطيك أحيانا فيه مستويات مرة فوق مرة تحت وعندك برضو خيار لأنك أنت الآن عندك فيقى لاعب صغير فأريدي هذا بيعطيك أدفانتجي وعندك تسع لاعبين أجانب فخلينا نشوف شو ممكن يصير أعتقد أن ماتي سيسلي الموضوع هذا مو جالسي أرقه هو الجالس خلينا نقول المفروض تعمل عليه كل أندي لما تشوف سلم الدوري تعتقد أن سلم الدوري تقريبا في التوب خلينا نقول التوب فور الثلاث الأوائي المنتهي يعني هننا عارفين الثلاث الأوائي المين بس الصراع بيكون مركز الرابع بس لما تجي تشوف كم باقي عن نهاية الموسم أنت عندك تقريبا شهرين نهاية الموسم بعدها فترة أربعة أشهر فالمفروض من اليوم أو حتى من قبل الفاتحة تشتغل على أهدافك الصيف القادم أنت من راح تمشي من هذا الفريق عشان تجيب أو توصل للعدد المثالي ومن راح تستقطب لاعبين يكونوا هم الـ ad value ومن اللاعب المحليين حتى الأجانب يعني الشيء اللي زعلني صراحة في الأهلي على هذا الدعم الجماهيري الكبير إلا أني أحيانا أشوف اللاعب الأجنبي ما أحس أنه بدك يعني بديك الغيرة على الشعر وهذا أنا صراحة يعني أوديه أو أخلي السبب الرئيسي فيه ما في قائد في الأهلي ما في لاعب محلي قائد حقيقي لللاعب الأجانب يعني يكون لها القيمة في التأثير على اللاعب الأجنبي لما يكون عندك واحد اثنين ثلاثة مو شرطر لاعب واحد أقول لك المسالين بس لا عادي يكون عندك المسالين يكون عندك لاعب ثاني لاعب ثلاث يعني أربع حمس لعيبة يكون لهم قيمة ومكانة في النادي لكلهم رأي حتى على مستوى صعيد المدربي لكلهم يعني الجلالة جلالة حب ومعزة من الجمهور تجاههم فهذا شيء ينعكس على أنه اللاعب الأجنبي يبدأ يحس بقيمة الفريق وهذا موجود في الهلال لما تشوف الهلال هنا فرج كنو شراني بريك دويس اسمها كثيرة البلايهي هذول كلهم اللعب اللي يعطون اللاعب الأجنبي يدافع يعني لازم تلعب كويس صحيح وخلنا نقول تجربة البرشلانا والريال هي خير مثال على ذلك جديد عن الرياض حمدل على السلامة في أول يوم لك في الرياض استعلم أشياء كثيرة منها وعنها وبتكتشف أن الرياض مدينة الخيارات وأكبر مصدر للموزعت ممكن يوضع يومك وانتبحث عن موقع دور موقف أو تقدر تكون صاحب موقف تسكن قريب من كل شيء أو كل شيء يصير قريب منك تقدر تعيش في دارك أو تتعرف على جارك تقدر تسكن في مكان عادي أو تسكن في صفر مجتمع يلبي احتياجك ويسبك توقعاتك كنا أبو عالي قبل ما أتكلم عن مستقبل الأهدي وش اللي مفترض أن يصير في الفترة القادية ما خليني نرجع للمباراة وأنا استوقفني كثيرا مصريح يا يسلى بعد المباراة خليني عشان أنقلها بالنص قال من وجهة ناظرين المباريات الكبيرة لابد أن نفرض سيطرتنا نستحوذ أكثر نخلق مزيد من الفرص وأيضا على اللاعبين معرفة متى نستحوذ ومتى نضغط وهذه التفاصيل التي سنعمل عليها يعني وأنا أقرأت صريحها يعني كده التعليق الوحيد عندي هو لا عليك توكتدري هذا اللي مفروض يصير فيه أي مباراة من هذا النوع تعالي أبو عالي خلينا ناخذ التسلسل الزمني اللي وصلنا إلى المباراة النصر جايك مرهق زي ما قدك لعب أربع مباريات زيادة عنك عنده إصابات كثيرة جدا فبالتالي فيه مباراة من هذا النوع فريق جاهز عنده مدرج الجمهور كله معاك الأجواء مباراة وقيمة ترى حتى فيها أجواء حارة لأول مرة من فترة طويلة الحكم يوقف المباراة ويخلي اللاعبين يروحون ياخذون بريك من أجل شرب الماء كل شيء كان المصلحة للأهلي بالتالي بالتالي الآن المباريات اللي أنا ذكرها مثلا ريال مدريد لما يلعب أمام بالباو في سام ماميس أو يلعب ضد تشبيل في السخوان الملعب اللي الجمهور فيه عدائي جدا وللأنديها هذه دايما لما تلعب ضدك هي تعتقد أن كل الظروف اللي موجودة هي تساعدني خاصة أنت جاي مثلا من تشامبينز ليغ وهو مريح وعمره ما حيلعب معك مباراة ذات رتم بطيئ أنت جاي تعبان أنت جاي مرهق تريد تطلع بأقل الأضرار أنا حطلع روحك أنا حعلي رتم المباراة عليك إلى أقصى درجة وخلي رتم المباراة سريع وأضغط عليك بشراسة وأتعبك أتعبك في المباراة لو نجحتني أسجل عليك في بداية المباراة خلاص أنا حطيت الضغط كله عليك يبدأ يجيك حالة شك أنه أنا هل أنا خرجت من الأزمة اللي كنت موجود فيها ولا لسا مكمل اللعب ممكن يبدوني التفتون عالم مدرب أنه حاول تسوي تغيير تنقذنا أسوأ شيء كان ممكن تسويه أنك تسلم الكورة للنصر والدافع في نص ملعبك وهذا بالضبط اللي سواه يا يسلم مثل ما قلت لك شوط المباراة الأول نسبة الاستحواذ كانت حوالي 70% لنادي النصر هنا تتكلم عن أول نقطة في فشلك في هذه المباراة أنك سمحت النصر أن يسيطر على الكورة واخترت أنت بإرادتك أنك تلعم مباراة رتمها هادي لأنه وش هنا قيضة الرتم الهادي أنك تروح تضغط تضغط بشراسة أنت وش ممكن تخسر أنت جيمة أنت وش ممكن تخسر تضغط ضغط عالي بتضغط مثلا تضغط بمحرز وماكسيمان وفرمين وفراس بشراسة تضطر أنك تضطر محاورك وراهم تضطر أنك تضطر خط دفاعك تضطر خط دفاعك بتترك مسافات وراء ممكن أن النصر يستغلها عليك من خلال هجمات المرتدة أنت جربت أمام النصر وأمام الهلال أنك أنت جيد في المباريات المفتوحة المباريات اللي فيها عدد كبير من الأهداف المباريات اللي هجمة هنا وهجمة هناك بالتالي لما ألعم مباراة من هذا النوع أمام النصر وآخذ في عين الاعتبار أن النصر جايني مرهق إذا النصر بيكون كويس ويجاريني في الرتم هذا في شوط المباراة الأول أنا أتوقع أن في شوط المباراة الثاني أنا بيكون استنزفته فبالتالي المباراة بتسهل علي في شوط المباراة الثاني اللي أنت سويته فعليا أنك أعطيت النصر الكورة وجلست الدافع في وسط ملعبك وكان ضغطك في وسط ملعبك كارذي يعني أنا أفهم أنه في أندية في أندية كثير يمكن توخي الهو اللي وضع خلينا نقول بص مواضحة الفكرة الميديوم بلوك الميديوم بلوك بكل بساطة أنه أنت عندك خط دفع الوسط والهجوم أنت تعملهم زي البلوك كده في وسط الملعب أحيانا ثلاثة محاور قدامهم لاعبين وقدامهم ثلاثة تقفل عمق الملعب بكتلة من اللاعبين تترك فراغات على الأطراف بحيث نكتم نوع اختراق التاميرات اللي ما بين لاعبيك لو طلع الفريق على الأطراف فروح أضغط عليه على الأطراف فعليا أنت لعيبتك لكن كان التامير ما بينهم سهل ارجع للمباراة شفع لي لجامي ولابورت كاميرا قادرين من الروم ما بينهم بكل سهولة ولما كانت الكرة تروح على الأطراف عند أليكستلس أو عند غريب على اليسار أو عند تكلم عن سادي يوماني على اليمين فعليا علي مجرع شيء أو ساعد والعبيد يوقف يقول أنا ما هدي أروح أضغط عليه وللمسك هذا ليش لأن مكسيمان ومحرز عندك ما يقومون بأي دور دفاعي لما الكرة تتجاوزه الشيء الوحيد أنه ممكن يركض مع اللاعب يقرب منه بس عن قولة أني أنا موجود قدام ولا رجعت بس فعليا ما بقاعد يسوي أي شيء نستفيد من قيمة محرزه مكسيمان ما يضغطه ولا يرجعون خلينا دون كرة أبو عالية اللي نسمونها ما أدريش ترجماتها العربي يعني أي حالة أي حالة دفاعية افتكاك كرة قطع تمريرها تخليص في المباراة كاملة محرزه مكسيمان كرتين ثنتين كانت كلها من محرز يعني أكثر من كده سوء دفاعي لهذا الثنائي شيء مش طبيعي وأنت اللي اختارت يعني ممكن في الجانب الهجومي لما تطلوا منهم هم يضغطون يعني ممكن أقلها ممكن يقفلك مسار تمرير أقلها ممكن أنك يمنعك أنك أنت مثلا يا لابورت تعطي الكورل تلس أني أنا قريب منه على بعد متر متر ونص منه فبالتالي ما بتاخذ راحتك أنك تمريرها لكن أنت فعليا أنت فعليا راهنت على فكرة أني أنا لا أنا بقفل فيهم فسط الملعب فلا أنت اللي قفلت ولا أنت اللي يضغط ولا أنت اللي استلمت في مسألة أنك تستقبل هجمات من النصر تذكر مباراة الذهب وما كان يضغط في ملعب النصر بين جمهور يضغط في ملعب وين كان المفروض أنك تضغط أكثر أبو عالية يعني في المباراة اللي على ملعبك والفريق اللي ضدك جاي تعبان والجمهور معاك والأجواء كلها محفزة لك خترت في المباراة هذه أنك تلعب بالأسلوب اللي كان المفروض تلعب فيه اللي كان تلعب فيه في المرة الأولى هذا جانب جانب الثاني أبو عالية النصر في آخر أعتقد خمس مباريات مستقبل 13 هدف حاولت تتذكر منها كم هدف جاء خلف لاعب الظهير الأيمن لنادي النصر وكثير سفير رحيم مرتين سفير رحيمي عيت في المباراة اللي لعبها ضد النصر الهدف الثاني اللي سجل الحزم أمام النصر الرائد صح الهدف الأول اللي تفريس استلمها وراء نوف بوشل وبعد كده عرضها باتجاه أعتقد أنه البركاوي فيه ثغرة واضحة عند النصر على الجهة اليمنى زاد عليها أن اللي لعب ظهير في المباراة أي من يحي بالتالي هذه هي ثغرتك والمنفذ اللي أنت المفروض أنك من خلاله تقدر توصل إلى مرمى النصر عندك لاعب يحب يوقف على الكرة كثير لهوسانت ماكسيمال يعني بتمرر للكرة ماكسيمال من نوعية الأجنحة اللي عمره ما حتباصيله بيرجعه لك ما بتعطيه بيرجعه لللاعب يورفيه كل مرة تعطيه بيوقف وشوف الظهير اللي قدام ما يمديني يأخذها ولا ما يمديني يأخذها في موقف زي هذا تمرر عليه في موقف زي هذا يا أبو عالية أنا بوقف على الكرة وقدامي أي من يحي وش أكثر شيء يحتاج ماكسيمال في الحياة إنه ساعد بالعبات يزيد يعمل من الجهة اليسار وتباصيل الكرة ويعرضها أنا ما بقولك أبو عالية كم عرضية صحيحة لعبها ساعد كم عرض ولا بقولك صفر عرضيات في المباراة صفر ولا مرة في مثل هالنوع من الكرات كان يطلع ويعمل الزيادة وبعد كده يعطيها ماكسيمال يلعبها أو أنك تقدر من خلال هذا الثنائي إنهم سيرون اثنين على واحد فبالتالي أنت تقدر يكون عندك زيادة عددية تعب فيها النصر من هذا الجانب مين اللي قال ساعد بالعبات لا تزيد أنا أنت الجمهور ستين ألف طيب قبل المباراة يعني هاي ثغرة واضحة عندك وظل يتفرج على الموضوع إليه منتصف الشرط الثاني إليه مقرر أنه ينزل عبدالله العمار في شرط المباراة الثاني طيب إذا أنت بتختار أنك ما تلعب بظهير يعمل زيادة هجومية طيب يا أخي يعني لعب عبد الباصلة انتي عبد الباصلة انتي حطى ظهير أيسر أقلها تضمن أنه واحد عندك من الظهيرين يقدر يطلع بالكورة ياخذ فيه خطوتين للأمام ويمكن يعمل باص ممكن لعبك القدرية الجهة الثانية باتجاه رياض محرز ممكن يساعدك شوية في عملية بناء الهاجمات تكلم هنا عن بلعبيت الصفر عرضيات الجانب الثاني غضب كبير من جمهور الأهلية على علي مجرشي علي مجرشي في كثير من تفاصيل المباراة جيد يقطع كرات كثير الرقابة الدفاعية لكن عندها مشكلة في القرار الأخير يا أبو عالي لكن تتخيل في آخر أربع مباريات 22 عرضية 20 منها غلط مو معقول يعني أنا عارف أنه دائما من نسبة العرضيات الناجحة تكون أقل بكثير يعني مثلا الظهير الظهير الكويس بتعطيه عشر عرضيات ثلاثة إذا هو جيد بيجيب لك أربع منها صح تتكلم 20 من 22 رقم كاريذي رقم يدلك على مشكلة كبيرة جدا موجودة عندك وتلم يكون عندك واحد زي في رأس المريكان وفرمينه ويعمل الزيادة أنت بحاجة ماسة إلى أنك تكون كويس في الكرات العرضية فعندك ظهير ما سوى العرضية طوال المباراة وعندك ظهير من فترة طويلة جدا أنه عنده مشاكل كبيرة جدا على مستوى الكرات العرضية بالتالي طبيعي جدا أنه أنت تخسر طبيعي جدا أنك تظهر بهذا الشكل السيء يعني ناهيك أنه أنت تتكلم الآن بعد المباراة في المؤتمر أنه المفروض نسيطر على المباراة من هذا النوع هل تفترض أنك بتسيطر وانت كل ضربة مرمى بالنسبة لك ديميرال إبانيز مندي ثلاثة تسابقون من اللي يعمل الطويلة اللي يقطعها النص ويرجع عليك مرة ثانية وأنا مرة شفت منك فكرة أثناء المباراة وبالمناسبة يعني غاب المتحد وفيه قماعة ثلاثة المباراة الماضية يا أبو عالي لأن الأهلي كانت أمام التعاون قبل المباراة كان عندي الأستوديو التحليلي كل الحالات اللي خدتها قبل المباراة يعني الحديث عن نقطة إيجابية وسلبية في كل فريق كانت مشكلة بناء اللعب في الأهلي مباراة الطاية كانت كارثية على مستوى بناء اللعب بالنسبة لنادي الأهلي لأنه غاب فيها إبانيز وغاء وغياب إبانيز اللاعب اللي بالعادة يعمل لك الباص الأول من الدفاع ما كان موجود وكان يحلها بس أنك سيرجع ويستلم الكرة ما بين المدافعين صار في نفس المباراة مباراة التعاون اللي كان عندي الأستوديو حقها أن الأهلي يظل بذات السوء جاءت مباراة النصر نفس القضية أنا ما أقدر أتدرج بالصعود بالكرة أنا ما عندي اثنين لعيبة في وسط الملعب سيوتافي وبروزوفيج أثق فيهم أن يطلع لهم الكرة الأولى في عمق الوسط ولا عندي ظهيرين أقدر أطلع عليهم فبالتالي ما عندي إلا حل من أثنين يلعب الطويلة وحاول يا فراس أنك تجيبها لنا وإذا جابها لك فراس أمورك تمام إذا ما جابها أنت في أزمة زي الهدف ليسجل أمام التعاون وإن كان فراس يعني حصلها هدية من جردته اللي يصلحها له أو أني أطلع الكرة للمحرز أو ماكسيمان كرة قطرية من إبنيز باتجاه محرز أو من ديميرال باتجاه مكسيمان ووقف على الكرة وموقف لاعب وإذا لاعب يلا يطلعوا يا شباب وحقلونا نخلق موقف هجومي ما في تدرج واحد من مشاكل أهلي من بداية الموسم أن لاعب الثمانية أو الستة أو أي لاعب وسط خلاق في الحياة ما هو موجود في وسط ملعب الأهلي فبالتالي كيف تفترض أنك أنت بتستحوذ على المباراة في حصائية مهمة يا أبو عالية لا أبدو صراح أني أشير إليها على عشرة لعيبة تمريرة للكرات في المباراة شيل سامي الناجعي تسعة من النصر واحد من الأهلي يعني الوحيد اللي كان في النصر خارج القائمة هذي هو سامي الناجعي لأنه زي ما قلتك كان يلعب بين خطوط ممكن الكرة كانت توصلها بشكل أقل بقية الأسماء تكلم تسعة لعبين من النصر الوحيد اللي كان موجود ما بينهم اللي عمل أكثر من أربعين تمريرة هو فرانك كيسي لا مدافعيك ولا لا على الأسمري اللي كان إذا نفترض على الأسمري عنده شيء مختلف عن المجحد هو أن المفروض أنه بالكرة يكون أحسن لكنه لا بالكرة كويس ولا بدون كرة كويس وأعتقد أنه انتشرت إلى نقطة مهمة أنه مستوى وجودة اللاعب المحلي في الأهلي تكلمنا عن هذا الموضوع كثير وقلنا باستثناء في راسهم كما فيهم ولا واحد أنت تتوقع من أن ينضم للمنتخب لأنه يعتبر من بين الأفضل في مركزه هل الحل أنه أنا أروح أتعاقد مع مزيد من اللاعبين الشبان قليلية الخبرة اللي ما يقدرون يتعاملون مع الضغوطات وأفترض أنهم بيعملون القفز اللي بتصير في مسيراتهم بتصير في فترة تواجدهم معي أو أنه أروح باتجاه ثاني يسمون هالناس بين قوسين رجيع عندي لكني أروح أتعاقد مع لاعبين جاييني من أندية كبيرة ممكن فائضين عن حاجة هذه الأندية قلب دفاع ثالث أو رابع في الهلال في النصر لاعب جناح يستغنى عنه الاتحاد لاعب قرر النادي بسبب تقليص قائمته في الموسم الجاي أن يطلع كذا لاعب فممكن كذا واحد تستفيد منه على الأقل أبحث عن لاعبين لديهم القدرة على تحمل الضغط لديهم القدرة على أنه نقطة الضغط مهمة والنقطة اللي أشرت لها ينتبه عالية أيضا جدا مهمة اللي هي مسألة أنه مين اليوم اللي يدير غرفة الملابس وما ما تكلم عن المدرب نتكلم عن اللاعبين من اللاعبين اللي ممكن يحفزون اللاعب الأجنبي اللي يشعرون اللاعب الأجنبي أنه لا إحنا ترى جايين جايين القاتل وكي أنتم تخضيوا مبالغة عالية وانتم بالنسبة لكم ممكن تعتبرون أنه مرحلة هذه هي مرحلة في نهاية مسيرة كل واحد منكم بس لا عندنا وهذا الجمهور لها متطلباته وهذا النادي لها احتياجاته فبالتالي تضع نوع من الضغط على اللاعب الأجنبي وما تسمح لها يعني يمكن اليوم في الاتحاد ممكن ما يكون اللاعب محلي وإن كان عبدالله المعيوف ممكن ينطبق عليه هذا الوصف لكن في واحد قيادة زي حجاسي صح مين القيادة مين القيادة في الأهلي مين القيادة يعني اللي ممكن يلعب هذا الدور وبعدين تشعر أبو عالية يا أخي بيجيني شعور أن الأمور بدأت تخرج من يدها يسل يعني في المباراة التعاون غير محرز وماكسيمان صح فكان يعني ماكسيمان ها شوي مؤدب بس محرز شطف من جنب زميرة ولا سلم عليه ولا ناظر فيه مباراة الماضية لما غير ماكسيمان نفس ردة الفعل هل تتوقع أن يقدر واحد منهم يعطي ردة الفعل هذه لو كان المدرب جيسوس ولا كان المدرب صح هي تصير وميشيل سواها بس أتكلم عن التكرار أن المباراة بعد المباراة تشعر أن في كل مرة المدرب يغير أنت بتنتظر يعني ريأكشن من اللاعب أنه بيصير في حالة عدم استياء بعدين يسوي هذا إذا هو داري ماهما كيف يقول إذا هو عارف أنه هو الوحي وما في لنا إذا أسويها وكررها إذا أنت داري ما في لنا أنت من حد عليه في هذا بس هو فعليا مركز الجناح في الأهلي وأكثر مركز فيه وفرة يعني أنت تتكلم عن سميحان وعن فهد الرشيدي وعن هيثم عسيري وعندك وفرة كأسماء بديلة يعني مثلا منهم هيثم عسيري يلعب منتخة في فترة كلهم ما رح يكونوا بنفس الجودة إبو عالية طبيعية بس أتكلم أنه في مراكز ثانية يعني مين بديل مثلا إبانيس لما يغيب مين بديل مندي لما يغيب مين بديل كيسي لما يغيب هنا لا في فارق واسع بين الأساسي وبين البديل بس أنا ما أخذ هبو عالمة كله عن نقطة السيطرة مش بس على تغييرات اللاعبين لما يطلع المدرب بعد المباراة ويقول كان المفروض كذا وكذا وكذا بس اللي هو يفترضه ما صار في الملعب فما عندي إلا سيناريو أما أن المدرب الصح في جهة وهو قاعد يعطيهم تعليمات من جهة ثانية وهذا صراحة شيء استبعده أو أنه يطلع من اللاعبين بس اللاعبين ما ينفذون أو ما عندهم يقول لللاعبين مثلا إحنا بنلعب ميديوم بلوك لما الكرة تروح على اليسار تروحون تضغطون اليسار بس اللاعب ما يروح يضغط الكرة لما تروح على الطرف محرز يكسل ما يغوي يروح يضغط لما تروح للجهة الثانية ماكسيمان ما عنده استعداد أنه يقعد يلاحق أي من يحيا ياخذه من أول الملعب الأخر أي من يحيا طبعا عنده كثير من أخطاء ولاحظت في المباراة أنا ما لومه مثلا مستوى التمركز يعني في الهدف الذي يسجل لفيرمينو هو كمواقف آخر للاعب تكون مواقف تخيلني ترك مكان لو تشوفوا الهدف بتشوف شي غريب سواهي مني يعني شي حتى ما تتوقع من اللاعب يسوي ومعلوم هلني يسوي لأن خانم مم مركزة آه مركزة يعني في نهاية الامر هو بي إلا ما ينسى إلا ما يسج على قولته فهو راح مركزة تركه وراح ضغط على اللاعب في على القوس الدائرة كان واقف تقريبا آه لإلهة لله من العيصر اللي نمين تلس ولابورت ولجامي هو المفوض يكون وراهم راب على اللاعب لا هو راح كده تارك بخانت وراه ما لوم أنا ما لومه إطلاقا بس أن يعني كانت ثغرة كبيرة هل بالغ يسلي في احترام النصر يعني أنت تشوف من الأشياء اللي صارت بتنان براه هل يسلي بالغ من يحترم النصر بهذه الطريقة أو أن ما يكون شرس في الضغط عليهم ما يلعب مبارا مثل لعبها في الذهاب لعب مبارا تشبه مبارا يلعبها في الدير بضد الاتحاد لعب مبارا تشبه المبارا يلعبها مع الهلال يعني لما احترم أو ما ما باغت الهلال في ملعبه حاول يلعب خلينا نقول كفريق متحفظ ما كان له ذاك الظهور الشيط الأول الشيط ثاني لما عكس الأداء والأسلوب تستفرق تغيير شوف هذا شيء يصير كثير في الأهلي في الأهلي تحديدا في التجربة هذه هل الفقدان لاعبين في خط الوسط لقيمة المجهد و ذكرني اسمه جابري فيغا كان مؤثر جدا في عملية اتخاذ قرارك أني أنا ما أقدر أضغط بس لما يكون عندي فيغا يكون عندي مجهد قادرين يعرفين كيف يضغطون عرفين كيف يوزعون وجهودهم عارفين وين يضغطون يعني عندهم ذا البعد العمير التكتيكية أنا أروح لهذا الجانب جانب كبير من الأشياء التي قدمها في النادي نفسه يعني خلينا أقول لك بعد كبير جدا يصعب على كثير من اللاعبين السعوديين هم يفهمونه يصعب جدا ودائما كاركتر الشخص أو اللاعب الألماني المدرب الألماني الشكل الألماني هو مختلف عن كاركتر اللاتيني أو خلنا نقول اللاتيني لأنه الأول حتى الشرق أوروبي بحكم أنهم مرحة دقيقين وخلينا نقول لك كل قرار يتخذونه من اللاعب بدل اللاعب عرف أنه مبني على داتا ورقام ومحصائيات ما أنت عارف قديش الأشياء قاسي تستخدمها من ناحية داتا والبينانات التي يس الآن يسويها من هذه الأهلي هذا يوديني لموضوع ثاني بعلي لو هون حنا أصلا كمنطقة جغلا فيه في الخليج ترى تأسسنا على المدرب اللاتيني المدرب اللي يقول لك أنت تدرب تحت يعني أتذكر كنت مع واحد لاعب سابق إماراتي قال لي قال لي أنا دربني زقالو دربني كارلس البرتو بيريرا طبعا اثنين برازيلي يوم توفز زقالو فكان يقول لي لما جئت درب مع زقالو قال لي زقالو أنت تدربت مع كارلس البرتو بيريرا صح؟ قالوا لي فتخيل مدرب بقيمة زقالو أكثر مدرب فهيز بكأس العالم يعني أنت تروح تأخذ البعد هذا الثاني له وكل هذا الإرث الكبير يتركه في كرة القدم وجايس يقول الله في هذا الشيء فما بالك المدربين اللاتينيين للآخرين كيف يتعاطون مع الدات ولذلك الأوروبيين تفوق أينما تفوق على اللاعب اللاتيني وحتى المدخبات اللاتينية وإضافة إلى ذلك صرنا لما ما يجي أو ما ينجح عندنا مدرب مهولاتيني ما هنقول بنجيب أوروبي لأنه ما نقدر نجيب واحد أوروبي ألماني اسباني فرنس يعني واحد قوي شوي لا رح نجيب من شرق أوروبا شوي أخف شوي خلنا نقول الحياة دعكتهم كثير فهم رب تجارة الإنسانية كثير فهم ما هم أجريسيث نفسه لي كلهم احترافيين درجة عالية فصرنا نجيب ذلك عشان يشبهون اللاعب اللي تكونت على إثر الشخصية اللاعب الخليج يعني من سنوات إلى الآن إنعكس هذا على أن الآن لما يجيك واحد بقيمة يسلي بقيمة خيسوس بقيمة أي مدرب يعني شو بداية تعبني يا عقدها على أنا وهي سهلة بنفوز 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 عقدنا على أنا وهي سهلة صحيح هل هذا السلسل الزمني جالس الآن لتفع ثمنا في اللاعب السلسل إلى شك إلى شك يعني الكرة تغيرت كرة صارت معقدة أو أعتقد أن إذا في أحد في العالم هذا في الكوكب معقدة هم الأوروبيين يعني الكرة تقادل في أوروبا وتلاحظون حتى الأفكار يعني الضغط العالي أو الضغط العكسي اللي جابه يورجين كلوب الاستحواذ بالبوزيشن وبلي معظم الأفكار التي تقعد تشوفها اليوم في الكرة هي أصلا جاية من أوروبا بالمناسبة لما تكلمت أبو عالي عن التغيير الكبير والمرحلة اللي إحنا قاعدين نعيشها قبل يومين قاعد أسمع حوار رائع جدا مع ياسر القحطاني استوقفني في نقطة نقطة رواها ياسر عن بدايته كلاعب كرة قدم تعطيك تصور عن ذيك المرحلة وإحنا ترى هنا نتكلم أبو عالية ما نتكلم عن الثمانينات ولا نتكلم عن التسعينات نتكلم عن بداية الألفية يعني ممكن حوالي عشرين أربعة وعشرين سنة من الآن أنا ياسر خاص تدريب مع الفريق الأول الناد القادسية واستدعي لمنتخب الشباب وهو لم يلعب مباراة واحدة كلاعب كرة قدم يعني جاي من الحارة عمره ثمانتاشر سنة قالوا لا انزل خذ تمرين أول مع الفريق الأول مع الفريق الأول القادسية وبعد ذلك لقى نفسه مستدعى لمنتخب الشباب من ضمن القائمة بعد كده تم تقليصه ومستبعاده من القائمة الأولية هذا شيء مستحيل أنت تشوفه اليوم الكرة اليوم تغيرت تماماً ما عاد من الممكن أن لاعب عمره ثمانتاشر سنة ما زاوى الكرة القدم تحت شراف المدربين يفهمونك وش معنى تمركز وش معنى خط تسلل وش معنى التكنيك كيف تستلم كيف الاستلام الموجهة كل التفاصيل هذه مستحيل أنه اليوم لاعب كرة قدم يمر بتجربة زي اللي مر فيها ياسر القحطاني الكرة تغيرت تماماً ليش؟ لأنه مدارس التدريب تغيرت ومدربين صاروا اليوم يطلبون أهداف أو مهام أكثر تعقيداً من اللاعبين الموقف هذا ببعلي تلوش يشبه إلى حد ما سالفت اللاعبين الأجانب ثمانية عشرة أو يكونون أقل بتلاقي أنك في حالات كثيرة أنت بين خيارين أما أني أسهل الأمور على اللاعب المحلي وأقول يا أخي خلي الحياة تمشي واللاعب يقدر يلعب ويأدي والحياة تمشي أو أني أصر على الفكرة الأكثر صعوبة والأكثر تعقيداً وأقول روحوا الحقوني للمنطقة هذه اللي أنتم اليوم بعيدين عنها أنا أقول أسوأ شي أنك أنت تسهل الأمور على اللاعب وعلى النادي أسوأ شي أنك تعتقد أن الصح موجود في مكان عالي وما تأخذ قرار أنك أنت تطلع له تقول لا والله يا يسل يعقد الأمور على اللاعبين ويطلب منهم تعليمات ما أنزل الله بها من سلطان ماشي يا يسل وجيب مدرب يا أخوي لاتيني ولا أي إن كان حتى ممكن يكون أوروبي أقل تعقيداً وخلي الحياة تمشي الحياة تمشي في كده مباراة لكن لما تواجه فريق قاعد يشتغل على هذا التفاصيل ومدربة يطلب من لاعبية دقة تعليمات ولاعبيه مع الوقت ومع الزمن بدوا يفهمون نفسه قاعد يصير مع الهلال بتلاقي كما لو أنك أنت فريق محلي قاعد تواجه فريق أوروبي لأن هذا سابق كثير على مستوى التفاصيل على مستوى اللاعب كيف يوقف وحتى لو أنت عندك سلوب يقدر يخدعك يقدر أن يفاجأك ليش؟ لأن لاعبين لاعبين محضرين لكافة السيناريوهات بينما أنت لاعبين يعرفون يلعبون بطريقة وطريقتين معينة ما عندهم قدرة حتى أبو علي على مستوى اللاعب لما اللاعب اللاجنبي يجي وفي مدرب قيمة عالية جايس يطلب منها دوار كبيرة فرض الملعب هنا يحس بقيمة الفريق يعني خلنا نقول يناكس على اللاعب المحلي لما تجيب مدرب خلنا نقول خلنا نقول خلنا نقول مدرب متساهل متساهل يجي اللاعب لازم يتساهل فهي حتى تقل نظامه الغذائي النوم اللياقة الشيء التزامة تكتك في الملعب ما بيطيك بجودة عالي خمد على المهم أبو عالي يمكن لا يزال أمامنا عشر جولات بالنسبة للأهلي المركز الثالث إلى حد ما تبدو الأمور يعني وين كان فارق النقط الاتحاد بدأ يتقدم من المركز الرابع وهدف أسائعي كبير بالنسبة للاتحاد أنه يشارك السنة الجاية في دوري أبطال آسيا لكن عشر الجولات الجاية أعتقد أنها بتكون مفصلية بالنسبة اللي يا يسلة تحديدا المسألة أنه يبقى لموسم آخر مع الأهلي ومتأكد أنه من هنا لنهاية الموسم أنا وياك أبو عالي والجمهور بشكل عام يعني بتكون لنا أراء متباينة في مسألة أنه يكمل ولا ما يكمل ولكن أنا أعتقد أنه أنك تعطي رأي كذا قاطع أنه يكمل ولا ما يكمل خليها لآخر الموسم بس إذا في شيء أبغى أقول عن هذا المدرب أنه صعب صعب جدا أنك تطبق كل أفكارك مع لاعبين محليين بهذه الجودة ومع لاعبين أجانب ما عندهم استعداد أنهم ينخرطون ضمن الفريق يعني خليني أقفز شوي لمباراة الهلال وضمك كوزمي كونترا يعرف أنه عنده لاعب رائع جدا اللي هو نكود نكود هو الحل المفتاح الأول له من أجل أنه يزعج الهلال أو يشكل خطورة على مرمى الهلال الحالة لأثارت جدل كبير اللي كانت مع سعود عبد الحميد كانت لنكوده معظم الفرص الخطرة اللي الضمك في المباراة كانت نكوده معظم خطورة ضمك هذا الموسم هي جاية من نكوده كيف أنا أستفيد من هذا اللاعب بأفضل طريقة ممكنة أنه أنا في المباراة كان دايماً يلعب بمهاجم محلي اسمه عبد العزيز الشهراني يلعب نكوده طرف يسار أحمد الزين طرف يمين وهذا لعب تسعة جاء في المباراة وشال المهاجم ولعب واحد اسمه عبدالله القحطاني عبدالله القحطاني دورك يعيش تلعب جناح أيسر مكان نكوده ونكوده لك حرية أنك تتحرك في الملعب زي ما تبغى في الحالة الدفاعية ضمك لما كان يدافع خاصة في شرط المباراة الثاني كان يدافع أربعة مدافعين وخمسة لعبة وسط واللاعب العاشر اللي ما لها أي مهام دفاعية هو نكوده يمكن للفريق أنه يتحمل وجود لاعب فنان حريف يصنع لك خطورة بيحل لك أزمات في المباراة بس لاعب واحد لكن لما يكون اللاعب هذا هو رياض محرز وهو ماكسيمان وهو فرمينيو وبداها تن أن المهاجم تسعة هو آخر لاعب فراسي بركان ما رح يرجع يدافع إذا ذولا ما رجعوا صعب جدا كنت تتكون فريق مترابط بوجود هذولا كلها يعي صعب جدا أنك تتكون فريق يجري كثير ورا الكورة عكسي يتراجع يقفل لما يكون مطلوب منه أنه يقفل يعطيك هذه الشراسة وهذا البعد البدني وفي هذا الكم من اللاعب اللي كل واحد منهم يبغى يلبس بشت ويعيش دور الشيخ على الفريق فعلي يعني يعني مستحيل يكون عندك هذا الكم من اللاعبين الكسلاء اللي ما يبغون يدعفعون في فريق وتتوقع أنك بتقدر تصنع منهم فريق شرس يعني أهلي هذا الموسم وكي صارت عندها تعثرات زي مباراة للخدوط زي كذا مباراة على مستوى فرق أقل منه في الإمكانيات لكن الخسارتين اللي كانت أمام النصر الخسارة اللي كانت أمام الهلال في المباريات اللي تتطلب من اللاعب أنه يعطي أكسترا أنه يعطي 200% جهد بدني أنك أنت تؤمن أني أنا كامكانيات عناصر وكتنظيم فريق أنا أقل من الهلال بالتالي إذا أكسب الهلال لابد أني أعطي 200% جهد بدني صحيح هل تتوقع من ذولة أنهم يعطيونك 200% ما رح يعطونك ما رح يعطونك ولو التزام لك لفترة من المباراة بيخذلك في فترة أخرى من المباراة أنا أشير نصر أشيرهم كلهم بالد لا ما يقدر أشيرهم كلهم أنا في ظني في حل صعب جدا أنه اللاعبين يقتنعون أنه ما لهم حل يكسبون إلا أنهم يلتزمون تعليمات المدينة لم يعطيهم درب تعليمات يؤمنون أنه هذه الطريقة ما حد طبك يعني ما رجع مكسيما غير المدينة غير المدينة غير المدينة طيب جاء المدينة يعني أنت المشكلة لست فيها يا سلح المشكلة أنه كنت جاي بشاب في منتصف الثلاثينات كان يدرب سالسبورغ في النمسا فريق معدل أعمار معظم لعبيه 21-23 سنة درب فريق قبلها بسنوات كان دائما يفوز بالدوري النمساوي فبالتالي جاء على فريق مستقر لعبه كلهم صغار ما فيه ولا واحد يعتقد أنه أكبر من النادي أو أكبر من المدر فبالتالي يقدر يسيطر عليهم فجأة لقى نفسه يدرب لعبين واحد الموسم الماضي جايب ثلاثية واحد جايب دوري وشامبينز ليك زي فرمينيو واحد زي كي سي جايب الدوري مع ميلان ولعبه عفوا وتكلم عن مندي جايب الدوري أبطال وربما مع تشلسي ولعبه يعتقدونهم أكبر من المدر وعندهم اسمهم وعندهم ثقلهم جايب مدرب أكبر منهم كلهم خليه مشي جايب مدرب لها القدرة لها القدرة على أن يفرض عليهم النظام اللي يجيني شعوره فترات كثيرة جدا يسلم هو قادر يفرضه عليهم لكن هنا يجي أنا ما بقول لك ابو عالي هنا لو أنا كنت صاحب قرار كتب أختار كذا وكذا الموضوع فيه تفاصيل فيه وش عقود اللاعبين هذولا وش تكلفة إلغاء عقودهم وش تكلفة التخلص منهم هذه مشكلة ثانية يعني ما أقدر تقلق الإدارة تقلق الإدارة لكن لما أقول لك تختار النظام ولا اللاعب أنا دائما مع النظام النظام السيستم هو اللي ينجح أي فريق أخلق النظام في النادي زين وبنال عليه المدرب هو اللي يقر خلوا مدرب يا عاقب خلوا مدرب بسحة ضحايا خلسوا عندك هذا ضحية خلني الموسم هذا أنت رايح للحية الموسم ثاني تقريبا ضعوا مركز الثالث موجود يا أبو علي أبو علي موجود موجود النموذج هذا موجود يعني موجود موجود بس ما تقدر تطبق على لعيب أكبار يا أبو علي يعني لا تطبق إيش بغضب أنت جاي تاخل فلوس أنا معك ورات خرافي لا وتجي تستعبط الملعب لأن تطلع تطلع بدون ما تسلم على ليه وين هلنا فيه حبيت تستعبط لا وين هلنا فيه أبو علي تصير لما ما يكونوا اللاعبين نجون بهذا الحجم يعني مثلا أذكر بداية ريجي كامب بضرب لك أمثلة بعيدا يعني بداية ريجي كامب مع الطائي حيط أربع وخمسة من اللعيبها لجانب يا تمشي معي في السيستم يا بجلسك برا المسلماني أول ما جاء أبها ساعد بغير كامانو مدريمين كذا لاعب أجنبي مهم في الأبها جلسهم في الدكة ونزل لعيبها محليين لكن لما يصير الموضوع محرز ماكسيمان فرميني لا هنا موضوع موضوع صعب أنا سويذ الموسم واحد ما أدى أو ما جاب الأشياء اللي أنا أبغاها أنا بقع أقب بقع أقب خيقاب إداري ويقاب أنك ما تلعب خليني أخذ الكيس خليني أجرب يا أخي خليني أحقي ضحية يا أخي لما أمشيك أنا أصلا طائقة تبدي منك ما أبغاك أنت من تهدف خلني باطعك أنت من تهدف دي موسم الجاي لو تبقى تطلع تطلع ما عندي مشكلة اللعب هذا أو يلعب من اللعب الأجانب كلهم فأنا بقع عاقبك بقع عاقب دام أو أجرب بشي بشي يصير يعني إذا عاقبت ممكن تخلق حالة نظام أوكي أنا عرف أن اللعب كبار عرف أنك تكون مرن معهم أتفق معي بس إني ليش مجرب أش خسران أنا أبناء كيس وأبناء لي ممكن يكون خليني نقول بشي يسمونه ضحايا اللي بيجي بعدهم بيجي لعب أجنبي بعدي يقول والله هذا عاقب هذا والله طرد ماكسيمان هذا والله ثلاثة جلسة وفعلت جلسة ثلاثة جميل لو اللي جالس بيننا أنا أبو عالية طيب الذكر أبو هتان تحمل تيني ولا أي مشجع أهلاوي بيلتفت عليك وبهز رأسه وبيحس أن الكلام اللي أنت قاعد تقوله يا أبو عالية هو الصح والكلام اللي أنا قاعد أقوله أنه صعب على المدرب أنه هو الخطأ أنا أؤمن أن كلامك هو الصح وأن السيستم أكبر من أي لاعب والمفروض اللي ما يمشي معك في السيستم أنك تعاقب بس أنا كنت أقولك هل يقدر؟ هل يقدر؟ مفوض يقدر؟ ليش أقولك مفوض يقدر؟ لأنك أنت جايب هذول يب مبلغ كبير أخلني ناخذها كده من فوق دافع فيك مبلغ كبير جايبك وفي جمهور والله تعبان أعطيك إجراءات فنية في أرض الملعب من جاستويها لي لما تطلع تستبعط كده ولا تقول ألا عبرت للفريق ولأ فوقها تقول تلعب مرة جايي أساسي لا ما تلابس أساسي بجي استكت خليني خليني أعام مع عاقبك وش يصير؟ أنت بتزعل؟ بتقول ألغو عقدي؟ مع السلام ما هي فارقة معين في ألف غيرك والله أنت غيرت مستواك أنا نجيب ضحية ضحية ذا يلا تعلموا مننا هل ما أخطأ هذا هي قابة يجي اللعبة الثانية أتعاقت من اللعبة الثانية يصير النادي مسيستم زي كده يعني خليني أقول لك نموذج الهلال في الفرج في سالم تحدكت إلى المحلي سعودي تحدكت إلى المحلي سعودي الآن يرفع خشم وقعتنا فوق فوق إدارتها رحت الحالة متطرفة أبو عالي بس هذا لازم يصير حتى نفرج كم صارنا في النادي على شان يصير؟ بعد بالنافل عنده رصيد من النجاحات يحميه لما يأخذ قرارات من هذا النادي عندك الصندوق الآن هو اللي يدير المسألة في المفوض يكون الصندوق يحميه اللي في الصندوق أنا أتمنى يا أبو عالي أنا أتمنى أن الأمور بالسهولة اللي أنت قاعد توصفها بس أنا أعرف أنه الموضوع أصعب من كده تدري ليش يا أبو عالي لأنك أنت لحين لما تعاقب ذولي تأكد أنك في الطريق الصحيح لأي لاعب يجي بعدين ما راح أي لاعب يجي أوكي أنا أتقبلها لعب زي رونالدو ميسي يعني ذول الاثنين ممكن تتجاوز عنهم مثل ما تتجاوز عنهم ريال مديدو برشانة الشيئة الكثيرة بس أنه أنت محلز وانت يا سل ماكسيمان أشاندك من تاريخ حتى لو كانت تاريخ حكاية تراك كلها يعني فترات يعني ما يبديك الصطوة خلني أقولك فأعتقد أنك لو قدرت تخلق ذالنظام صدقني بعيد بالتغير حتى لو جاء مدرب آخر شفت الجامعة قاعد تقولها بش فيلم تقول إن فيه لاعب سعودي لا تقفز تصبح اللاعب الأجنبي عشان تصير أنت تقفز ويقفز اللاعب الأجني معك اللاعب محلي يقفز معك أنت تتجل هذا النظام عشان اللاعب محلي يحس أنه والله كل جاز يتعاقب واللاعب الأجنبي يحس أنه دوري قوي فيعطي أكبر ما لديه ولما دور العجلة يصير عنده أتمنى والله أنا أتمنى أن الأمور بهذه السهولة والله أنت تصعب خلينا نروح لمباراة الهلال وضمك اللي هي مباراة أنت صار رقم 29 تواليا بالنسبة تعبنا والله يتصدقني يوم قالوا بعد المباراة أنا 29 وسالم قال أنا سجلت ورقم 29 والله نتوي أنتبه أنا 29 يعني صالي مرحبا ما عدت نعيد خلاص يعني عرفت وحطم الرقم وعده بمباراة وجلس مكب 27 أنت باقي لك أربع مباريات وتعادل رقم عدد مباريات عندي الدور السعودي كله مو سوى راح تخيل ترى الرقم مو سهل مرة كبير 27 تصاب وانا كده جالس شو أبحث عن الرقم كتاع حوسمي لنساء لنسا ما دم فيه كلام في نادي أعلم وفي نادي إطار كل شوي يطع لك نعم فأطلع ودخل على ذاتلتك طبعا ما فيه أقوى مصدر في في تاريخ كرث القدم من صحيفة ذاتلتك كانت من تقرير قالوا الهلال هو فعلا على نادي انتصارات متتالية في دورة الدرجة الأولى على في طوال تاريخ كرث القدم ولكن أكي أخطي في نادي في دورة الدرجة الخامسة في أسكتلندا وصل إلى أنه حق 30 انتصار بس أنهم ما سجلوه بساعة قنس يقولون 30 انتصار دورة درجة خامسة مهامه خدنا نقول دوري تنافسي عالي فأحنا ما رح نضيفه طبيعي بديه جاء نادي أنا أفوز بدوري الدرجة الثانية خامسة هل يقول لك أنا بطل بطل الدوري وانت جاي بثالث دوري محترفين ما في مقارنة لا دوري درجة خامسة نادي الثاني اللي ما عنده داتا تؤكد هذا هذا المعلومي بالمئة هو نادي في المجر اسمه صعب اسمه صعب موالله خافتك بالأي أوكي في المجر في المجر عام 1947 حقق 30 انتصار باسمه مدونة فلما حاولوا يدونونها مع مساعدين اسقالوا أعطونا إثبات ويكونوا حق هذا الله فأكدوا يجبوني إثبات على الهلال عشان يلغي هالشكوك هذه مضرع الجاية فوز فيها يوصل ثلاثية خلاص انت عادل تنحل لو تبغل وكل شوي بيطرع لك بيطرع لك حصائية جديدة ورقم جديد اللي سوى الهلال فعلا في مباراة ضمك طبعا أطول سلسة انتصارات متتالية كانت مسجلة باسم النصر مع كارين يوم وسم 13-14 لما خذ لفة على كل أندية الدوري الهلال بانتصارة على ضمك فعلا هو خذ لفة على كل أندية الدوري لأنه هو الفريق الوحيد اللي قبل مباراة الليلة اللي كان هلال ما انتصار عليه وتعثر بالتعادل مع الفيحة ومع نف بخور رجع فاز على الفيحة في مباراة الدور الثاني وعلى نف بخور وفي مباراتهم الثانية في دوري أبطال آسيا ولكنها مباراة كما كان متوقع لها أبو عالية ما كانت سهلة أبدا بالنسبة للهلال خليني أبدأ من نقطة بعد المباراة المؤتمر الصحفي اللي كان الكوزمن كونترا بعد المباراة واللي كان جلد فيه كل جسوة تحديد كل غاضب غاضب بشكل مش طبيعي وكان يعني خليني نقول يطلق النار في كل اتجاه أنا في شيء مبسوط فيه أبو عالية رجعت المؤتمرات الصحفية سرها قيمة عندنا صحيح يعني تكلم منا يا يسلي قبل شو الكلام اللي قاله في المؤتمر كاسترو والفترة الماضية خيسوس خيسوس والآن كوزمن كونترا فرجعت المؤتمرات الصحفية رجع لها الوهج ورجعت لها القيمة وأصبحت تقدم مادة خلي نقول ثرية وتستحق صراحة أنه أنت تتوقف عندها وخليني وإحنا بالعادة ترى ما نذكر أحد ولا يعني نشير إلى أحد باسمه بس لما يكون في أحد مميز لازم صراحة تقول أنه مميز أنا أعتقد اللي يسويه القسم الرياضي في الشرق الأوسط هذا الموسم في تغطية معظم المؤتمرات الصحفية فيهم فارس الفزي ونواف العقيلة وهنا حظنين شباب أنا أحبهم ونتحبهم بس والله أنا ما أشرت الموضوع لأني أنا أحبهم لكن لأنه فعليا فعليا قاعدين يخطون كل المؤتمرات وكل الأشياء المهمة والحسازة واللي خليني نقول مثيرة فيها قاعدة توصلنا من خلالهم بقية الصحف لكن هم ما شاء الله متميزين هم حاضرين تقريبا في معظم المؤتمرات بصراحة يا أبو عالية تتعرف احنا بالعادة ما نحب نتكلم عن قضايا تحكيمي ولا نعطي رأي فيه موضوع صح ولا خطأ بس أنا يفاجئني جدا أن اللي زاول اللعبة ومارس اللعبة وعاش فيها لسنوات مثل كوزمان كونترا أما أنه يجهل القانون أو أنه يعرف القانون بس يحب أن يصدر أزمة ما له وجود له طرع وكان غاضب جدا تحتين على لغطة سعود عبد الحميد يعني أنا أعرفون تعرف كل ناس تعرف أبو عالية وحتى المحللين تحكيمين اللي طلعوا بعد المباراة أنه من شروط الكرت الأحمر لازم يكون عندك كنترول على الكورة الكورة لو هي معك وهي أنت ما أنتم سيطر عليها صعب أن يعطي عليها كرت الأحمر أنا أرجع أقول لك حين هنا ما نتكلم عن حالات تحكيمية بس تكلم عن فكرة أنه المدربين لما يطلع ويصدر الأزمة بهذا الشكل وينسى كل اللي صار في المباراة ويهاجم الحكم بهذه دافع عن لعيبتك طبيعي لا دافع عن لعيبتك بس أبو عالي بدون ما يكون فيه يعني لازم يعني كان يقول في المؤتمر الرجال المكسيكيين ما أدري أنا ما أدري وش علاقة مكسيك ويقصد أن الحكام سيئين ومكسيك ما إحنا متعودين يجي من حكام جيدين ولا البعد الثالث التفكير خارج الصندوق اللي راح لأبو عالي بس أنه عرفت اللي يا أم أنه ما يعرف أو أنه يعرف بس الرجل حب بس رائك أنت بس رائك أنت ليش سواه يعني والله شوف اللي أنا شوفه صراحة هو نماذج عديدة والله أنا اللي ملاحظه أنا كثير لاعبين يعني أنا أبعلم حين أنت لما قد شفت واحد يخسر يقول أنا خسرت لي أنك أنت زي مني في حياتك كلها لا شيخ روالا عمالة بلاستيشون تفوز عليه يقول خربانة بس أن البلاستيشون معلق مهنق جاه شسامونه طلع الشريط أين يكون أين يكون بل قال لي إكسم معلق ما زينتها داداتي الخطة خلبها البلاستيش أبدا دول لي عذر ما أحد يخسر يقول لك أنا خسرت طبعا أنت جاي فريق 29 تصو جيتك أنا نفستك الآخر دقيقة قفزت علي طيب يا خلني أرجع أشوف شو فيه لقطة هذه فيها طر بس بالحدة ذي بالحدة اللي كانت منك لأنني أنا هنا أقل لو شي أقل من مفوزك هذا واحد وثاني شي رأي العام المعادي له له كثير لأنه مفاس على الكل ومفجعي بالدو فأنا بكسبهم ثاني شي بدافع عن لعبتي بحيث ما تأثر هذه خسارة عليهم في المستقبل وخلينا أقول لك هي طبيعة الإنسان يعني هي طبيعة بشرية ما لها يعني بعد ثاني عندي لأنني أشوفها غريزة إنسانية أنك ما ما تحب تقول لخصمك اللي يفوز عليك أو منافسك أنت فسن لأنك أفضل مني أنا بقب أمتحك بس أني ما رح أقل من خسارتي لأنني بوديها الطرف الثالث دائم أي قضية في العالم لما يتم وضعها على طاولة وحدة تصنع لها أزمة أو يصنع لها عدو خارجي والعدو خارجي هذا هو من تحمل العموم كان صراحة مؤتمر خلينا نقول غريب ومختلف من كوزمن كونترا تتذكر أنت يا أبو علي صدق على لقطع كلامك المؤتمرات حققت بيب كورديول حققت موليني حققت انشلوتي حققت في إنقر أليقري أليقري يعني تذكر أنا سويت تقرير إلى الفترة عن أشهر مؤتمرات حق جسم الإيطالي هذا ترباتوني ترباتوني اللي حول المؤتمر حقي إلى أغنية راب بعد أطريق انقلم مستوى إلى واحد ناقل أو انجح لن ديفيز فالمؤتمرات لها قيمة يعني تذكر وتذكر وناس كلها تذكرها يعني حق موريني وحق الإرث ناس كلها تعرفها أليقري حق أنف الحصان نعم ما ينس كلها تعرفها يعني وبتذكر بعد موريني كان يقول المضاة تبدأ ما يمنى المؤتمر الصحف اللي قبل المضاة هنال المؤتمر عندنا لا زال اللي بعد المباراة هولي لها قيمة اللي قبل المباراة لسه ما وصلنا مرحلة أنه يكون له قيمة كبرى وأعتقد مع قدوم مدربين لسانهم صليت يعطوننا شوية جوة حلوة صحيح في المباراة نفسها أبو عالي أعتقد أنه بالنسبة لي كان أمر منتظر أنه الهلال بعد الوصول للهدف اللي كان فترة الماضية يشحن اللاعبين بالطاقة اللي هو مسألة أنه أنا أوصل للرقم القياسي أكسر الرقم القياسي أتجاوز بمباراة فأصبح أنا المتفرد بهذا الرقم غالباً تريجي بعد أدرب تكلمني أبو عالي أنا وإنت في حلقة سابقة أنه كيف تخلق لنفسك حافز جديد بعد المباراة الماضية اللي كان تمام الانتحان فيه جده مقطع رائع جداً جيسوس في الملعب وهم لسه ما غادروا من الملعب كان يتكلم عن الرقم القياسي وشيد بالفريق وبعمل اللاعبين وقال ولكن الهداف الكبرى بالنسبة لنا هي الدوري ودوري أبطال آسيا فبالتالي بعد المباراة اللي يتحقق فيها نجاز ترى غالباً اللاعبين يكون مستوى التنافسية والحدة عندهم يكون أقل مما هو عليه وانت متواجه فريق بأمانة ظهوره كان جيد جداً في معظم المباريات اللي يلعبها ما من الاندي الكبيرة أعثر الهلال بالتعادل أعاد على الأهلين من 2-0 إلى 2-2 في مباراتهم اللي قيمت في خميس مشيط وفاز على الاتحاد 3-1 يمكن تعثر الوحيد كان أمام النصر في المباراة اللي خسر فيها بهدفين كانت من فاولين من رونالدو وتلسكا حاول أن يصعب المباراة زيادة على الهلال مثل ما تكلمنا عن نقطة توظيفة لنكودو أشراك لاعب آخر موجود معه ولكن أيضاً من الحلول اللي لجأ إليها هو أشراك أحمد الزين لاعب الطرف الأيمن اللي في الظروف الطبيعية هو لاعب جناح لكن لما تكورة تكون مع الهلال غالباً ينضم مع رباعي خط الدفاع ويكون خمسة لاعبين موجودين في الخط الخلفي والهدف أنه عدم السماح للهلال باستخلال الجهة اليسرى الجهة اللي سجل منها الهلال الهدف الأول من ياسر الشهراني أمام الاتحاد اللي فيها سافتش اللي فيها سالم الدوسري ولكن في لحظة من لحظات المباراة هلال استخدم سلاح الفتاك اللي قاعد يلجأ لك كل ما تسوء الأمور حاول تتفرج على الشرط الثاني من مباراة الرياض بعد النزول سافتش والشرط الثاني من مباراة الضمك أنت تواجه فريق لديه ما يدافع عنه في المباراة الرياض وقتها متقدم 1-0 ضمك بالنسبة له 0-0 تعتبر نتيجة جيدة أمام الهلال فبالتالي هو يفعل كل ما لديه ويدافع بخلينا نقول أفضل تنظيم ممكن أكثر شراسة ممكنة من أجل الخروج بشيء من الهلال ولو يكسر سلسلة انتصاراتك ويشار إلى دائم لأنه هو الفريق اللي عطلك أمام فريق متكتل متراس بهذا الشكل تلجأ للحل السحري بالنسبة لك الطويلة باتجاه سافتش سافتش نزلها باتجاه الآعب آخر وتقدر من خلالها هناك تسجل البلنتي اللي تسبب فيه متروفتش واليأثار كثير من الجدل في مباراة الرياض اللي سجل بعد كذا روبين نفيز كان بذات الطريقة كرة طويلة سافتش نزلها بالرأس المتروفتش نفس سيناريو الهدف الأول الهدف الثاني اللي سجل بالنسبة للهلال ميشيل نفس اللي صار أيضا في مباراة الرياض ولما نكون على اليسار نجمع اللعب في ناحية ونلعبها دائما على أقصى القائم الآخر واضح بالنسبة لميشيل أنه التعليمات أنه لا تحاول أنك تعمل كنترول لا تحاول أنك توقفها لا تحاول أنك تلعبها بعد ذلك ابحث دائما عن المرمى لأنه أنت ممكن أقصى اللعب أو آخر واحد يتوقع منه أنه ممكن يوجه الكورة تحس أنه هدفين كوبي بيست من اللي شفناها في المباراة الماضية أمام الرياض ولاحظ أنه الهلال لمساءة الأمور نزل صالح الشهري بعد طرد ضارع نزيل نفس أيضا اللي صار في مباراة الرياض أنه الفكرة إيش أنا بوقف صالح الشهري دائما الكورة معظم الأحيان خطورة الهلال تجي من الجهة اليمين اللي موجود فيها ميشيل وسعود عبد الحميد اثنين لاعبين جيدين في عملية الكرات الطويلة أو حتى ممكن تيجي من روبين نيفيز لو كانت من منطقة متأخرة أوقف صالح الشهري على القائم البعيد والقائم الثاني حيكون عليه متروفيتش وسافيتش الاثنين مع بعض لو راحت من الأول ما تروح من الثاني أمن يلعبها بشكل مباشر أو بعد ذلك يرجعها داخل منطقة الجزاء الحل هذا موجود عند الهلال من بداية الموسم لكن تشعر أن الفترة الأخيرة مام الأندية المتكتلة اللي تقفل عليك بشكل كبير جدا الهلال لما تسوء الأمور خلاص يصبح الحل بالنسبة للهلال هو وضع سافيتش داخل منطقة الجزاء عشان كده بتشوف أن التغيير الأول اللي سواه جيسوس أنه سحب مالكو ونزل سلمان الفرج من أجل أن يكون لعب ثماء ستة ثاني مع روبين نيفيز يظل ميشيل على يمين سالم على اليسار واللي يصير تحت المهاجم هو سافيتش اللي يعتقد أن الفترة الأخيرة مع الهلال قاعد يلعب دور كبير جدا في التأثير على نتائج الفريق تحديدا في الهدف الأول اللي دايما ما يفتح المباراة بالنسبة للهلال ممكن أكثر شيء يشاد فيه في الهلال هي ردة الفعل تستقبل هدف في دقيقة 85-86 أمر غير معتاد بالنسبة للهلال العادة لما يفتح التسجيل خلاص يتحكم في المباراة وصير صعب جدا أنك ترجع عليه لكن لما تكون عندك العقلية أنك أنت ترجع بعد ذلك هذه نقطة تحسب لجيسوس صار آخر خلينا نقول لكم لسلسلة النجاحات الكبيرة جدا للهلال في الفترة الماضية وبتبدأ هنا تشوف في ظني أنه الهلال أنا ما أتوقع منه خلال الجولات الجاية أن يعطيني أداء وحدة تشبه اللي شفناها في الفترة الماضية لأنني أتوقع أنه بيبدأ المرحلة الجاية جيسوس يروح باتجاه اختيار المباريات اللي يطلب من لاعبين هم يعطون فيها أفضل أداء ممكن نعيد الكلام اللي قلناها يا أبو عالية أتذكر أني قلتها عن النصر أنه معظم المدربين ياتلعب العناصر الأساسية بس تبطأ الرتم الرتم ما يكون حاد زي ما تسوي في الفترات الماضية أو أنك تعمل بعض التغييرات وتحافظ عن نفس الرتم اللي موجود عندك الهلال تتكلم عن 29 مباراة انتصار معنات 29 مباراة هذه أنت في معظمها كنت تعطي أفضل ما لديك بدنيا كنت تلعب مباريات برتم عالي ضغط ضغط عكسي استرجاع كرات كل تفاصيل اللعبة ما أقدر أكمل بالرتم هذا كمان ثلاثة شهور قدام يعني تكلم شهرين شهرين هو شهر الحال زبدة الموسم هي في المرحلة الجاية أتكلم أن أنت الآن في مرحلة عندك فارق نقطة مريحة في الدوري بقي لك ثلاث بطولات هي بطولات خروج مغلوب آسيا كاس الملك كاس السوبر لذلك من الحكمة أنك تبدأ تختار المباريات اللي أنت بتلعب فيها بأعلى حدة والمباريات الأخرى وممكن تلعب فيها برتم أقل بالتالي المباريات اللي من هذا النوع اللي تعتبر عندك هامش خطأ مسموح لك أنك تغلط مسموح لك أنك تتعثر زي مباريات الدوري الدوري أتوقعني ببدأ أشوف رتم أقل من الهلال حدة أقل من الهلال ممكن يمر بمشاكل وممكن يلاقي نفسه في موقف حرج زي اللي صارت في مباراة ضمك ومباراة الرياض ولا تضمن في كل مرة أنك بتقدر ترجع صحيح لأنه في أحيانا بتلاقي أن الكرة ممكن ما تطاوعك توصل ويكون عندك صعوبة في أنك تقرب النتيجة بعد ذلك لكن في ظني أنه الفترة الذهبية للهلال في الموسم يا انتهت يا على وشك أنها تنتهي الذكاء الآن كيف أنك المرحلة الجاية اللي هي أكثر حسما تبدأ تعطيني فيها مباريات وإن كانت متفرقة فيها من نفس المباريات الماضية اللي أنت قدمتها لأنك خلال الفترة هذه أنت ضغط كثير على تشكلتك الأساسية كثير منهم أجهدتهم بدنيا كنت محظوظة أنك ما عانيت من إصابات لذلك لابد أنك المرحلة الجاية تديرها بكثير من الحكمة الرقم القياسي وحصل لازم ما يبدأ يصير هاجس بالنسبة لك لازم ما يبدأ يكون المحاولة تكبيرة وتوسيعة سبب في أنك تتعرض للإصابات بالنسبة للمشجع الهلالي خليه يوقف عند 29 انتصال 30 31 ما في مشكلة بس ما أخسر لاعب غيابة ممكن يأثر بشكل كبير جدا على نتيجة مباراة يلعي صحيح يأثر بشكل كبير جدا على هدافي القادمة وتحديدا دوري أبطال آسيا يعني خلينا نقول لك أبو علي المباريات السابقة لو لاحظت الهلال ما كان يلعب فيها طوال المباريات بحدة في اللعب وهذا أنتج كثير من مباريات يلعب الهلال بعد التوقف أنه يتأخر في النتيجة تقريبا خلينا نقول تسع مباريات بعد التوقف تسع مباريات بعد التوقف اللي جاء من دوري بطولة أمم آسيا المنتخبات التسع مباريات هذه ست مباريات منها أنت في لحظات من المباريات كنت متأخر بالنتيجة أو كنت متعادل إلى دقائق متأخر يعني سبهان كنت متأخر بالنتيجة الشهط الأول إلى دقائق 75 تقريبا مباريات سبهان لإياب لفس الكلام كنت متأخر بالنتيجة وقلبتها فيه آخر بوقت مباراة الرياض كنت متأخر في النسيجة اتحاد في الدوري اتحاد في الدوري كنت متأخر ضامك وجاء التعادل فيه وقت متأخر ممكن بس اتفاق ومبارتين اتحاد اللي هو حدث فيه آسيا وحدث في الدوري أو عفوا ثنتين فيه آسيا لم تا mistakes مصر فيها لم يكن محتاجي ترجع فيه آخر بوقت فكل المباريات ستوة مباريات من التسعة اللي لعبتها بعد أيام بعد التوقف الطويل هذا قدرت وحاولت أنك تلعب برتم عالي في الرابع الثاني من الشوط الثاني أو في اللي خلنا نقول نص ساعة الأخيرة من الشوط الثاني وهذا أنتج العديد من الهداف الهلال ستجلها في الشوط الثاني تقريب 16 هدف الهلال في الشوط الثاني قبلها 7 هداف في الشوط الثاني وهذا يبيجي لك العقلية الحضور الذهني الصلابة الذهنية القودرة البدنية على تحمل عبئ المباراة البعد العميق فنين وتكتيكين وبرضو على مستوى إدارة المباراة إدارة اللحظات الإبداع في اللحظات المهمة في المباراة هذه أشياء كلها يمتلك الهلال في هذا الموسم تحديدا مع السيد خيسوس ولكن نتكلم عن فترة ما بعد ذلك عندك توقف أسبوعين وغالبا توقف اللي يجي بعد أيام الفيفة يكون متعب للمدربين خصوصا اللي عنده لاعبين دوليين يعني إذن عندك عدد كبير جدا من اللاعبين الأجانب والمحليين اللي رح يتم استدعاهم إلى مدخبات الواطنين ورح يلعبون خليني نقول تصفيات كأس عالم ومباراة مهمة فللي توقف أسبوعين بعدها رح يجيك شهر إبريل الشهر الحافل هذا هو شهر الحفل هنا الشهر اللي شتيه راح ذاكل ممكن يكون ولا شيء ستكاسم بهذا الشهر لأن الغبنة عنده مشجأة هلالي نفس الغبنة عنده الانتريست لما ضامن الدوري أنا كهية انتلاوي فلما طعت من الشامبز لي طيب كيف بلعب ده ما عندي لدوري ما في حافل إي خلاص فأنت الآن عندك شهر إبريل مباراة العين مباراة السوبر في أبوظبي مباراة اتحاد في كأس الملك عندك أيضا مباراة الأهلي في الدوري يعني ممكن الهلال لو أخذناها كده ببساطة حسم الدوري قد يكون بعد أربع جولات أو خمس جولات يعني يا مباراة الأهلي في جدة تحسن فيها الدوري أو مباراة الفتح اللي بعد ذلك اللي هي بعد مباراة العين أنت تحسن فيها الدوري فهل أنت تتواصل لإمباراة الأهلي وقبل إمباراة العين الإياب فتحسن الدوري كيف رح تدخل الإمباراة اللي بعدها وانت حاسم الدوري ضد العين لو كملت على إمباراة الفتح ولعبت إمباراة الفتح وحاسمت الدوري طيب أنا كنت أهل من العين ولا كنت طالع فأعتقد هو خلنا نقول الفترة الحساسة للهلال على مستوى خلنا نقول تركيز حتى ضغط اللاعبين وخلنا نقول لك إنها فترة ذهبية ممكن يشوف الهلال بطل لكل البطلات ممكن ما أقولك يخسر كل البطلات بس يخسر ثلاث بطلات في ظرف هذا الشهر ليشوفه صراحة شهر حساس جدا بالمباراة ترجع الجولة القادمة تلعب بتاريخ 29 مارس الموسم حسب الرزنام المفترضة مفروض يقفل في 29 مايو يعني تكلم بالضبط بالضبط طبو عالية عن شهرين باقي في الموسم لما نرجع من أسبوع الفيفا ماذا ينتظرنا في هالشهرين ينتظرنا عشر جولات في الدوري مبارتين في كأس السوبر مبارتين في كأس الملك هذه أربعة عشر مبارتين أمام العين هذه ستة عشر ومبارتين في النهاية لو وصلت نهاية دوري بطل آسيا ثمانتعشر ثمانتعشر مباراة في شهرين بمعدل تسع مباريات في الشهر رقم مرعب كبير مرعب ضغط في آخر شهرين في الموسم اللي أنت بدنياً واصل فيها إلى بعالية منها ثمان مباريات أربعة في آسيا ثمتي في السوبر ثمتين في كأس الملك إقاء ثلاث ألقاب لا تكلم خليني الدوري أنا نقول أنه فارق ثلاث نقطة ممكن يريحك بس تكلم عن ثمان مباريات هذه تحسم ثلاث بطلات بالنسبة لك وضع في عين الاعتبار نقطة مهمة جدا سافيتش متروفيتش روبين نيفيس ثلاثة هذول تحديد كلي بالي لا تكلم عن اللاعبين اللي عندهم كاسوروبا في الصيف ما حيغامر ويلعبه مصاب تتفاقم عليه الإصابة ويغيب عن كاسوروبا وهو قطعة مهمة جدا في المنتخب بلادي صحي لابد أنك المرحلة الجاية تديرها أرجع وأقول بكثير من الحكم أنا أقول هالكلام لأنه لابد الهلاليين وهيئون أنفسهم لأن هذه السلسلة تراها قريبا بتتوقف أجمع تتوقف لأن ما أقول يجب أودهم يفوزون حتى لو كانوا مدرب لو ينزل فريق الشباب أودهم يفوزون بس أنا أقول لو صار وتوقفت ترى الهدف المنطقي أنك تبدأ تركز على المباريات اللي تحسم بطولات الرقم القياسي يتحقق فارق 12 نقطة موجود الدوري في يدك الأمور في يدك طبعا أنت ما تقول أنك لعب الدوري يعني سلم الدوري وابدأ أركل فارق النقاط بس ما حتعطي الأولوية القصوى يعني مباراة زي بعد مباراة الاتحاد في دوري أبطال آسيا على أرض كما منادي زي ضمك يعني موجود في مركز السابع بس يفارق بينك وبينه في الإمكانيات هي فرصة أنك أنت تريح بعض اللاعبين بس فعليا جيسوس لسه يلعب بتشكيل الأساسي في كل مباراة المرحلة الجاية لابد أن يكون في تدوير لابد يكون في يراحل بعض اللاعبين أنك تكون مرة حذر في مسألات الحمالة البدنية على اللاعبين لأنه كل اللي راح شي والشهرين الجاية هي زبدة الموسم بالنسبة لك الهلال الدوري في يدك بشكل كبير جدا ولكن بعد اللي شفناه بعد هذه الثورة الكبيرة جدا والمستوى اللي الكل اللي قاعد يشيد فيه بنادي الهلال يعني حرام بالنسبة للمشجع الهلالي أنك تنه الموسم بدوري فقط طموح أكبر من ذلك ولانت بدأت تتعامل مع العين على أنه أوكي فريق في المتناول أقل منك الموسم الماضي بسي هالوقت تحديدا لما الهلال كان على وشك أن يواجه نادي الدحيل كانت تكلم عن دوري أبطال آسيا يغيب عنها النصر يغيب عنها الاتحاد تغيب عنها أقوى الأندية الإيرانية وكان الجميع يتحدث عنها على أنه لقب آسوي في جيب الهلال نحية الأمر أنت ما في السبب البطول صحيح تلعب أفضل تشكيلة تلعب أفضل أداة تلعب أعلى رتم موجود عندك عشان تكسب هل تقدر في 18 مباراة في شهرينك تلعب أعلى رتم أعتقد أنه مسألة أقرب للمستحيل ولذلك لابد أن المدرب يأخذها بكثير من المنطق دعونا نرحب عليه للمباراة الثانية التي كانت بين الفتح والاتحاد في ملعب المشؤوم واللي ما فازوا فيه ما فازوا فيه الفتح والله إيشاء ما يسوى ما تسوى عليهم أعوذ بالله ما تسوى عليهم على هذه المباراة يلعبوها مع أن تشوف المباراة الخمسة اللي جاءوا بعد التوقف من أصل 15.6 يعني مخجلة شوية ولو أن الثريق يعني تجدوا لك هنصاب يعني لعب مع الاتحاد لعب مع النصر لعب مع الأهلي لعب مع عظمك لعب مع الخليج أتوقع الفريق الخمسة الخليج يعني مباراة كلها أربع منها مباراة صعبة وضد أندية من التوب سكس في الدوري فما أقدر ألوم الفريق على النتائج اللي حدثت ولا أقدر نفس الوقت أقول أنها نتائج طبيعية الفتح دائم مطالب بني حق نتائج أعلى من ذلك بكثير بحكم جودة الأسماء بحكم فريق بمبني من السنوات بحكم الاستراتيجية والمهاجية اللي دائم نحن نشيد فيها من فترة طويلة ممكن اليوم الشيء الملاحظ المرايبة عليهم بلتش غير الأسلوب وغير الرسم تشاطر الأول لعب خمس مدافعين أربع ثلاثة في خط الوسط ثنين مهاجمين يعني ما أتذكر أنا ما أتذكر هذا الموسم مباراة للفتح أعتقد أن الأهلي لعبها بخمس مدافعين لأهلي أنا ما أتذكر مباراة لعبها بخمس مدافعين طوال هذا الموسم ممكن غياب سفيان بن دبكة أثر على جودة للفريق ممكن غياب حتى مراتباتنا أثر على أكيد والله ممكن هو كل الحل على قلته بس خلينا يقول لك بلتش شرط ثاني رجع غير الأسلوب رجع الأربعة ثلاثة ثلاثة اللي مفروض يبدأ فيها المباراة ولكن الشيء اللي حاولت استوعب ما تابع من برا الكرة تأتي عند حارس الفتح يلتفت مين يلتفت صار فيه لاعبي مين لاعبي صار تخيل المشهد تنابط بيصل للعب اللعب بيصل اللعب الثاني ثاني بيصل الثالث أنت تخيل هذا النموذج المثالي رابع خامس سادس سابع تك 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 ثم تأتي هجمة خطيرة ترجع مرة ثانية تبيص نفس الكلام وهجمة خطيرة هذا المشهد مثالي جدا لأي مدرب وخلينا نقول أن السبب اللي خل المدربين يتجرؤون أنهم يسوون هذا الأسلوب في العشرين سنة الماضية تقريبا سابعين وعلتين رئيسية السبب الأول لأن الحال صار ممنوع أن يمسي الكرة بقدمة فالعادة ذكر السلومي خوجلي آمين ذكر أسماء قديمة جدا سود السمار لما تكرر في جزا كذا طالع شاطر برجل كذا كان الكرة فما كان فيه فالحال اللاعب رجح يقدر يمسك الحارس الشيء الثاني حدث تغيير في سنة 2019 تغيير مهم جدا غير كثير من من عالم خلنا نقول استحوال ذكرة القدم أن اللاعب اللي يستلم الكرة ما يكون برا الصندوق يكون داخل الصندوق طبيعي أن اللاعب حارس يقدر يلعب الكرة من أي مكان في خط الستة فهذا شيء خلل اللاعب يصيرون قريبين من بعض يبيص على فتشوف هذا المشهد وانتبع مبارات الفتح اليوم بلتش يلعب هذا الاسلوب يلا بيص بيص الباصة الثالث مقطوع طيب برجع مرة ثانية الباصة الثالث مقطوع أنا عارف أنه مقطوع لو بلعبة الثالثة أقول لها ترى مقطوع لا يلعبها مقطوع مرة اش اسمها اللاجامي مرة ديناير ديناير مرة أي مرة سالم النهدي نجدي كلهم حرفيا كل واحد فيهم مختار علي مرة مرة كلهم أعطوا باص خلط جاء البلنتي من لقطة ميتة حرفية ميتة لعب باص رجعها فجاء رجعت اللي بدأ ما يطلحها تورط فيها تورط فيها حرفية ويحسب صراحة كثير قطة اجتهادة في اللقطة يعني قاتل على اللقطة قاتل على كل فرصة ونحب هذا النوم اللعبي اللي ما عطتني فرصة طوال موسم راكني برا ما حطتني في القائمة ما لعبت كاس العالم ما لعبت قال كلمة واحدة ساكت لما جاء ولعب فرض الملعب قدم واحدة من أجمل مبارياتها اليوم لا في البلنتي اللي تسبب فيه ولا حتى في صناعة هدف الثاني أو تعفوا انت اسجيل هدف الثاني لا حتى على مستوى المباراة بشكل عام قدم خلنا نقول واحدة من الأجمل مبارياتها اللي شاهدة الثانية ممكن تكون فحمد الغامدي يعني الهدف اللي عمله صراح هدف جميل جدا ولاعب خلنا نقول له مستقبل وممكن شفنا اليوم يظهر بشكل أو يتألق بشكل ملفت لأنه شفنا فيه حرية بسط الملعب شفنا تقريبا اتحاد بالأربعة ثلاثة ثلاثة نفس الأسلوغ لو مرينهم اللعب على الطرف اليمين قلت لعب على المركز اللي هو يحبه واللي دائما ما يتألق فيه مع سلتك مع حتى تجاربه الأخرى في البرتغال قدم عداء رائع أحمد رغونتي في الهدف كان متألق ممكن أنا أشت في بداية حلقة بسالم النجدي لأنه فعلا اللاعب شاب أشت بالشرفة لأنه لما نزل أحدث فارق يسم مهاجم أنا أحب هذا النوع من اللاعبين اللي لما مهاجم تتذكر لما يقول مهاجم تسع بديل مهاجم تسع بديل ترى هذا مهاجم تسع بديل هذا أهم صفقة عندك الموسم ممكن الناس ما تتذكر فيه أنا أبغى مهاجم اللي يلعب أساسي بس ترى فيه مهاجم ثاني دائم تحتاجه كل مهاجم تسع بديل هذا هو اللي لما يصاب المهاجم أو اللي لما تحتاجه يسجل هدف خلنا نقول مهاجم مثالي الاتحاد والاتحاد صراحة لما تأخذ الصورة الكبيرة من فوق ترى فيه خلنا نقول أشياء كثير جابية يعني من لحظة التوقف الخمسة واربين يوم هو أكثر الفريق لعب مباريات بعد التوقف وأكثر نادي رح يلعب مباريات هذا الموسم بحكم اللعب مبارتين إضافية في كأس العالم للأندية أو حتى خلنا نقول تعادل أو رح لا هو حتى أعلى من النصر نصر عنده مباراة إضافية في كأس آسيا فلعب مباراة تعديدة هذا بعد التوقف مع الفيصل كأس الملك في الدوري اللعب مباراة موجلة لعباة مستوطة آسيا فاز فيها يعني كل المرأة تقريبا انتصرت باستثناء الخسارتين أو الثلاث خسائر اللي أخذها من الهلال والهلال خلنا نقول لا يقاس عليه يعني مرحلة ثانية من الجهد البدني الوافر ممكن الشيء اللي اللي أشوفه في كل الأندية ولا أشوفه في الهلال هي الإصابات اليوم طلع سنترباك لويس فليبي إصابة عضلية نفس الإصابة اللي شكى منها أصلا في مباراة ضمك قبلها فابينيو قبلها شرحيلي بابا سعود عد مخلط في الاتحاد شم قيطي حتى اليوم أو مباراة سابقة مباراة أهلي مباراة النصر طلع على الأسماري صابة على الأسماري صح صحيح على الأسماري وطلع برضو لعب النصر خيبري طلع أيضا لعب النصر الآخر من أي من يحيي توقع إصابة إذا ما خفضني المباراة اللي قبلها النصر طلع من الهاتف لعب المصابين الاتحاد الأهلي لما تحطي العصابة قبل كيسيد أميرال كله إصابات ممكن الهلال هو هو الوحيد اللي كان محظوظ أنه ما تمر فيه هذه الأزمة وخلنا نقول يعني هو درس كل الأندي هي مسألة اختيارها الصحيح في إعدادها البدني لموسم القادم كيف تعد فريقك كيف تعد فريق رح يلعب خمسين ستين مباراة خمسة ورب خمسين مباراة كيف توزع الجهد المبذول كيف حتى اللاعبين يتعاطون أو يتعايشون مع هذا الأسلوب تغيير نمط النوم الأكل التمارين أمور كثيرة تخصوا اللاعب أنا دائما أنا طرحت سؤال في تويتر كيف تلومي إذا جاءت كثرت الصوات العضلية ما حتى طهن يجاب وحده كل واحد في وعدك اللي يهم واحد قال لك مدرب بدني إعداد بدني واحد تقالك مدرب اللاقة بدنية واحد تقالك مدرب واحد تقالك اللاعب لأنه ما يبغي يقال لأنه لو خسر ثلاث مباريات ومدرب هذا بيقال فما يبغي يخسر ثلاث مباريات الإعداد البدني يدربك على أنك مستواك كذا ما رح يهتم المعد البدني نفسي كان يدربك على أنك منضبط في أكلك منضبط في نومك منضبط في تمارينك سالفة أنك تلعب لي مبارتين ثلاث مباريات طايح معطوب ملا ما أودك تشوف هذا المنظر كثير أنا ودي أنا ما عندي صراحة حصائية بسودي أشوف حصائية كذا لأندي الكبيرة خلنا نقول لأندي الصندوق كم لاعب منهم أصيب هذا الموسم يصاب على ضغط كثير تلقى رقم مفجع كثير والهلال بتشوف رقم كثير يعني هو الأكثر حدة في اللعب هو الأكثر بلعب من برايات ما هو أكثر مقاربة يعني ما ممكن يصير الأكثر إذا رح أبعد نقطة بطرة سلاسية ومع ذلك هو الفريق اللي أخفهم إصابات مستحيل يكون الوضع هذا يبو علي أنه ما هم في مدرب ما فيه داد بدني صحيح لا لا مدربة داد بدني يعني شفرها مع دياز لها كان نصري فريق في اللعياد بس الآن لما تغير هم نفسهم معظم هم نفس اللعبين اللي أنت تشوف بالضبط لما تغير المدرب تغير فهم اللعب أدرك وعى تغيرت أمور كثير في هذا الجزي أطول كلام الغريب نقعدين نتفاجأ أنه هذا الموسم زادت فيه عدد مباريات الدوري تغير نظام دوري بطال آسيا ودخلت عليك بطولات أخرى يعني كل كان عارف أنه بنوصل إلى خمسين أو حتى أكثر من خمسين مباراة في الموسم لكن اللي أنت تسويه في الصيف تبت تشوف نتائجه في هالفترة من الموسم وبالتالي أتوقع أن اللي صار هذا الموسم خلينا نتكلم عن الانديا اللي تنافس على كل شيء عندها مشاركات أسوية نصر الاتحاد تحديدا أنا أعتقد أن الكل الفشل باستثناء الهلال في الجانب البدني تحديدا أنه ظهرت مشاكل بدنية وصابات عضلية كثيرة زي ما قلت أبو آله الفتح نفسه سفيان بن دبكة مراتبات أنا جانيني أكثر من عنصر كلهم غايبين للإصابة خلال الفترة الماضية أنا ودي أشهيد صراحة بنادي الفتح مكان حلقة الماضية تكلمنا عن الفئات السنية ضربنا مثال بالفتح أندية تقديما للاعبين الشبان يعني لصنع الهدف الأول سعيد بعطيه 23 سنة للسجل السلم النجدي 21 سنة عباس الحسن كمن أصغر لاعبين اللي موجودين في الدوري ساعة الشرف اللي شارك في الشوطة الثاني أيضا من لاعبين فريق الشباب الفتح أودنا طيلة السنوات الماضية أن يقدم لاعبين يعني خلينا نقول نواة نجوم وأسماء لا معسوة كملوا مع الفتح أو حتى نتقلوا بعد ذلك لأندي أخرى بالمقابل أيضا في الاتحاد فيصل الغامدي مبارا رائع جدا لقدم أحمد الغامدي ساعد الموسى في الفترة الماضية عندنا ما شاء الله تبارك الله مؤخرا وفرا من الأسماء اللي قاعدة تطلع واللي بتكون بإذن الله خلال المرحلة قريبة القادمة عندنا استحقاق مهم جدا له كأس أمم آسيا تحت 23 سنة اللي بيؤهل بعد ذلك إلى دورة لألعاب الأولمبية في باريس وكثير منهم بتشوفهم مع ساعة الشهري في المرحلة القادمة إذا في مكسب بالنسبة للاتحاد في هذه المباراة إنه واحدة من المباريات القليلة للاتحاد أثناء الموسم اللي لما تشوف التشكيلة بيصير عندك تصور واضح الاتحاد كيف يعني خرجنا من أزمة وحمد الله بنزيمة مع بعض خرجنا من أزمة أن الفريق ما عندها أجنحة أن الفريق يضطرني لعب رومارينيو وكرناد واثنين مع بعض مع تشابه الأدوار الموجود ما بينهم تشعر أنها من مباريات قليلة تشكيلة الاتحاد فيها تنوع في الخيارات فيها تكامل ما بين العناصر اللي موجودة كان المفاجئة بالنسبة لي أن أحمد الغامدي لعب كثير تحت المهاجم كان أقرب مع جوتا على الجانب الأيسر كنتم توقع أنه بيكون على اليمين وجوتا على اليسار اللي هو مروان الصحفي كلاعب طرف ممتاز جدا أيضا صالح العمري لما كان يلجأ إليه فعليا أنت عندك أسماء موجودة على مستوى الأطراف لكنك اليوم بسبب الظروف والإصابات اللي موجودة عندك تبديت تستخدمهم اللي أقول أبو عالية أنه من الصعب جدا أنك تتعاقد مع هذا الكم من اللاعبين الأجانب وينجحون كلهم من أول موسم وينسجمون ويتأقلمون والحياة تكون عندي الأوروبية نجاحا وذكاء واللي يحسبونها بالملي واللي عندهم أفضل الكشافين وأفضل البيئات وأفضل خلينا نقول المراكز التدريبية ترك من خمسة لعيبة بينجح ثلاثة وبيفشل ثلاثين كاس العالم كاس العالم من المنتخبات كم لاعب جاب أفضل لعب لا لا أعطيك مثال وعالية كلهم جايين نفس الشخص اللي هو كلفات واحد من أبرز الكشافي المواهب اللي مع ريال مدريد الناس تعرف أنه جاب فونيسيوس تعرف أنه جاب رودريقو ويعرفون الآن أنه إندريك بينضم للفريق بس في واحد اسمه ينسونا الناس اسمه ريني رينيير أو ريني حتى من سوء ناسي اسمه جاب ريال مدريد ثلاثين وخمسة ثلاثين مليون يوروب قلب يمين ويسار وديه عارات حاول معه بشدة الطرق ما نجح وجابه نفس الشخص جابه من البرازيل بنفس العين اللي اختارت نفس الآلية دخلوه مع الفريق في سيستم الفريق نجح ثلاثة وفشل واحد مستحيل أن كل الصفقات تنجح مستحيل أن كل الصفقات تنسجم وتتعقلم من اليوم الأول البوادر اللي شفناها منه من لما كان مع عسلتك واللي شفناها في المباريات الخيرة بدي يشارك فيها أن جوتا ومشروع لاعب جنح عيسر محتر لكن مش كل اللاعبين بيعطونك أفضل ما لديهم من أول سنة بعض اللاعبين يحتاج إلى وقت بعض اللاعبين يحتاج إلى أنه ينسجم البيئة تكون جديدة عليها أحياناً يكون أهلاً ما ينضموا ولا يكون الواحدة أنا ما عرف تفاصيل حتى تطلعات عليه حتى في مرحلة بدأت تتفاجئ أنه زي كده فتبدأت تقيس على ليش ما وصل من المرحلة المشكلة أنه عندنا يعني رصيد من التجارب اللي ينقيس عليها أنه لما يفشي اللاعب يلاً مشي تشيب اللاعب في الصيف تمشيه في الشتوية تشتريه بعشر مليون تمشيه بثلاثة بأربعة مليون يلاً ورادم ديون على النادي خلال ما من الجانب الاقتصاد لكن في الجانب الرياضي تحديداً بعض اللاعبين يحتاج أنك تحطيه وقت يخوناً تابع مبارات ضمك واللي تابع ضمك هذا الموسم بشكل عام من أمتع اللاعبين اللي عينك بتتفرج عليهم الروماني ستانش ستانش وهذا شراء الأهلي بعشر مليون يورو في الفترة الشتوية نهاية الموسم باعه والله ناسي باربعة وبستة مليون يورو يعني شوف حجم الخسارة ما بين سعر الشراء وسعر البيع جابها في الشتوية مش شاف الصيفية وكثير نماذج ترى موجودة عندنا في الدولة فبالتالي لاعب زي جوتا وكثيرين لاعبين زيه يحتاج إلى الصبر يحتاج أنك تعطيه مزيد من الفرص المفترض أنه من هنا إلى نهاية الموسم إذا جاهز يلعب كل المباريات لأنه يحتاج إلى رتم المباريات يحتاج أنه يلعب بانتظام وهنا بتبدأ تقيم يكون عندك على الأقل قدرة على أنك تقيم وضع نهاية الموسم هل فعلا ممكن يستمر معي أو أبحث عن أني أطلع من الصفقة هذه بإعارة أو بيع أو أي إن كان لكن صعب تحكم عليه هو ما شارك صعب تحكم عليه وإنت ما شفت يلعب خلال الفترة الماضية المرحلة الحالية التي ضغوطت بها على الاتحاد أقل اللي تبقى في موسم الاتحاد هو الكأس وبطولة السوبر وقاطع مركز الرابع إنه يجي بمركز ثالث لأن الرابع ترمحي أهل دوري بطال آسيا السنة الجاية حيث أهل الأول والثاني والثالث إلى دوري النخبة دوري النخبة اللي هو بالنظام الجديد يشارك في صاحب المركز الأول والثاني والثالث طيب الرابع الرابع يروح البطولة الثانية اللي موجودة بطولة الأسوية الثانية هو بطل كأس الملك أكيد بس ما أنا متأكد من مسألة المركز الرابع إذا كان بطل ملك من الثلاثة الأوائل يروح الرابع لا 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 حيروح الأول والثاني والثالث بس وما يروح طيب لو كان ولا بطل كأس الملك ولا أي أحد آخر المراكز الثلاثة الأولى هي اللي بتروح للي بطولة النخبة الأسوية في السنة الجاي فالموضوع صعب شوي مركز الثلاثة لها قيمة بالنسبة للاتحاد ولكن الضغوطات اليوم أقل مما هي عليك في بداية الموسم المفروض أنك تبدأ تعطي جوتة فرصة وهي فرصة صراحة مع مدرب عرف عنه لما كان معرفة ربليت أنه طلع جوليان الفاريز وإنزو فرناندي وكثير من اللاعبين الصغار أنه اليوم معه فيصل ومعه أحمد الغامدي معه طلال حاجي معه مروان الصحفي قاعد يرى جوتة فرصة فهي مرحلة مهمة للاتحاد لأنه أنت تصنع جيل جديد وغالباً الأجيال الجديدة تراها تصنع في ظروف صعبة زي هذه صحيح لما الفريق يبدأ يتراجع لما النتائج تبدأ تسوء اللاعب الأساسي يفقد الحصان اللاعب اللي موجود في الدكة وأن كان أقل خبرة وأصغر عمر يبدأ يلعب أساسه ويبدأ يفرض نفسه ويقنع المدرب يتواجده في المرحلة الجاية أنت قلت أبو عالية أنه الاتحاد هذا الموسم مباراة هلال لا يقاس عليها لكن أنت فعلياً خسرت من النصر خسرت من الأهلي وخسرت كل مبارياتك اللي لعبتها مع الهلال هذا الموسم وخسرت مباراتك أمام الأهلي المصري تقريباً كل المباريات الكبيرة هذا الموسم أنت ما نجحت في أنك تتجاوزها أعتقد أنه بعيداً عنها الاتحاد يؤدي صراحة بشكل جيد أمام الأندية اللي مقاربة أقل منها في المستوى ولابد كمان أن نقول أنه وصول حمد الله إلى 17 هدف في 24 جولة والله يا أبو عالي رقم استحق نكتب في عندها يعني الرجل هذا لعب في الدوري كان هو أفرس مهاجم جاء رونالدو جاء بن زيما جاء متروفيتش جاء بولا ناس طير ناس من كل مكان كان لاعب أساسي بعدين تحول إلى لاعب في ظل كريم بن زيما كل الظروف كانت ضده يعني حمد الله في فترتها مع النصر ثم انتقال إلى الاتحاد وما كان المهاجم الأساسي بس الحمد لله كان سوبرستار الفريق كان نجم الفريق كان نجم الشباك في كل إنديا اللي لعب فيها فاجأة يلاقي نفسه في موقف أنك لا بد أنك تكون ظل الكريم بن زيما ثم في هذا الموسم ألاقيك مسجل 17 هدف لا ما اتفقنا على كيف الحمد لله يعني يعني فاجأنا كلنا حتى الثنين الموسم الماضي كانوا جزء من نجاحها معنات الاتحاد روماريني وكرنادو واحد طلع والثاني يضرب فضيع جدا في مستوى تشعر أنه ما لا علاقة وش يصير في النادي من أزمات من أحداث من ظروف ميني نفسني على الخانة رجل يعشق التحديات أنك تحط معه في فريق واحد كريم بن زيما ترى الموضوع قاتل لأي مهاجم ثاني بالضبط يعني يعني أنت الآن مثلا على سبيل المثال خلينا نقول أضرب مثال خلينا نقول واحد زي لو جبنا كغير لا 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 أبأقول لك مثلا سعود عبد الحميد كلاعب ظهير أيما أروح أجيب داني ألفس في عزة وأقول والله أنا جبت داني ألفس قتلتني أنا كويس وأدي وأجيب نتاج بس أنت رح جبت لي واحد من لفل ثاني أنا ما قدرت نافس معه ما حد نقدر نافس ثم فاجئة أكون أفضل منه أحيط داني ألفس ونلعب أساسي والله الله يبرافو عليك شكرا ما أقدر أقول له شكرا لا صدقى يعني شخصية الحمد لله من الشخصية اللاعبين اللي دائم تحت الضبوطات يولد يعني من رحم المعناه يولد الأبطال وحمد الله بطل وولد بطل وخلنا نقول فيك أنا أتذكرت سلسل الزمني لمسيرته لما تهاوش مع مدرب الفئات العمرية في النادي لأنه ما لعبه بشكل أساسي راح المدرب في فريق الأول أخذه لعبه في الفريق الأول نادي بدع نجاح راح لمنتخب المغرب حصلت بضم مشاكل أثبت نفسه ولعب كأساسي راح للنصر صار لب بعضهم برضو أثبت نفسه يعني الرجل دائما ما يولد أو يحب ينحط في الموقف اللي يكون هو فيه في الضعف حالاته فجأة ينفجر يقدم هذا هذا ولكن السؤال الأصعب يبو علي هل أنت مع استمرارها في الموسم القاري يعني لعب جايب 17 هدف عارف الدوري عارف منافسين عارف لما يلاعف الأخدود كيف يشهد ملعبي راح يشوفه عارف لما يروح لأبها إيش التقصير راح يشوف هناك عارف خلنا نقول كل شيء عن دول السعودي عارف الإعلام يعني عارف ما أخذ على الجو وناجح هل أنت تفرط في الموسم القادم تقول والله عشان أكسب خانة بدل بنزيمة أخلي بنزيمة وأمشي وعشان أكسب خانة أجي بلعب بداله ولا والله أخليه ومشي بنزيمة ولوش الحال تحطني يا إبو عالي في موقف آخر القرارات حتى إدارة النادي صعب عليهم أن يأخذوا القرار فيها لكن أثبت حمد الله بأمانة أنه على الرغم من كل كل شيء هذا موسم كان ضده كل شيء في الاتحان تغيير مدرب تغيير طريقات لعب الجو العام تغيير مدرب بالضطع ما في شيء مستقل في النادي ولكن الرجل يعني ثابت في نتائج أو ثابت سؤال صعب لدرجة أنك هربت منه هربت منه طبيعي لازم أهرب أبو عالي طب تورطني أنت أنا عندك شك لكن تكلم أبو عالي لما تكلمنا عن وقتة الحافز اللي قلنا موجودة عند الهلال واضح بالنسبة لي أن الحمد الله عنده هدف يبغى يوصل إلى أنه يكون الهداف الأول في تاريخ دوري المحترفين ولو وصل فهو الله العظيم من أنجاز مستحق تكلم حتى عن نسبة الأهداف للمباريات هو أفضل من كل المهاجمين اللي يتنافس معهم في هذا السباق الرجل أثبت نفسه في ناديين مختلفين بتحديات مختلفة الدوري تغير كثير عن البداية لما بدأ الحمد الله 2018 اليوم الدولي راح للبعد ثاني وقاعد يكبر في السن المفروض أن يصعب معاه مفروض أن القصرة البدنية تقل أنه يبدأ يصعب عليه الدوري لكنه يجادر أنه يتكيف رجل زي ما قلت أبو عالي يعشق التحديات ورجل بأمانة تدريب عالي عندي قائد أنا أغطى كلامك لا تغير رجل فائز ولا تغير رجل ناجح لا تغير أبو عالي ناس تحكمهم النتائج تري ليش لو الموسم الجاي الحمد لله لأي سألون الأسباب مر بدرب يبدأ قارك بمهاجمي لعندي الثاني يقولك هذول عندهم متروفيتش هذول عندهم مدريمين وأنا مهاجمي الخوي اللي أنا أعرفه من أربع وخمس سنوات موجود يعني الناس تزهد فيما لديها بيحبون دائما الشيء اللي يجي من بره بيقولك عشان كده أنا أقولك أنه مسألة الاختيار صعبة جدا ذكر الاتحاد لما عمل نهاية موسم رائعة جدا مع سيارة وكانت قصة عظيمة جدا كيف قدرنا الاتحاد يبقى عاطفيا الاتحاد أخذ قرار أن يكمل مع سيارة موسم ثاني لكن اكتشفه مع بداية الموسم التالي أنه كان واحد من أكثر قرارات سوءا أنت نفس الفكرة الموسم الماضي أخذت قرار في الصيف كثيرين كانوا يؤيدونك عليه نخلي كورنادو يستمر خلي روماريني وهذولا خويانا نعرفهم كانوا رهيبين الموسم الماضي مؤثرين وفاعلين هذا كان قرار خاطفي بالتالي مهما كنت أنت مبهور باللي قاعد يصير حاليا هذا شيء تقييم الأمور في الصيف موضوع ثاني مختلف عشان كذا لا تورغطني خليني يكمل خليني يكمل نقولك لا تغير رجل ناجح لا تغير رجل فائز ترى دائم دورة حياة اللاعب يبقى علي وأنت أبخص في هذا الموضوع تذكر أني سمعتها من شخص وبعدها بدأت تدقق عليها لقد قلت أنت ظهر أن أنت أنه اللاعب ما يعطيك بوادر المستوابطة بجي دروب فزاك طيحة تجي مرة واحدة وتجي قوية خلاص ينتهي اللاعب وكنت خايف والله على كثير من اللاعبين هم يوصلون لهذه المرحلة أو أنهم يعني في عنديتهم يوصل لهذه المرحلة موكي يكون الحمد لله وقت سقوط الدروب زي يرمرنهم سقوطه الآن أنا متوكد ومستحيل رمرنهم كلاعب جايزي ما كان في السابق بس لو جنادي أقل بيأخذه أقول لك خذها لأنه فاهم الدوري أعرف الأجوار يعني أنا مؤمن مساءة الشراء من داخل الدوري من داخل صندوق الدوري لأنك لو رح تلعب من الخارج صراح فيه رسك إنه ما ينجح وفي نمادك كثير يعني نجاح يعني في هذا الجانب تكلمت أبو عالي عن أنك لا تغير الرجل فائز الرجل اللي ما تغير واللي صمد أمام كثير من الكلام والحديث خلال الفترة الماضية أنا أرفع لقبة أنا أعرف أن الناس كثير ما يكلهم أحبة بس أرفع لقبة لأنني كنت ساكت طوال يومي راح كان انترستا لا لا أو صنف انترستا طيب صنف انترستا أنا أحبه ترى من قبل عملها بشرة عمر من 2004 من 2004 بشرة عمر بس أرفع لقبة وتحييت إحدى رام وإجلال ما قلت بكلام في اللي يومي راحت كله حلقات كل يوم جايز خربها اليوم لأنني ليش أرفع لقبة لأن الرجل أنا ما مرد جولة ما أشتف ملاء كل جولة لقاح حاضر هو يقدر براكم أنه دير رياضي المدرب ترى ما ينزل 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 باللعبة الحصة التدريبية نفسها عنده مساعدين يجهزون تك 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 ويجي بس يشرف ها ينسو كذا وكذا ويمشي يروح يحضر بالنفس الشيء اللي ما كان يسوي معرفك بجلالة قدره ومكانته وقيمته وتأثيره وقوته ما كان يجي أصلا السعودية كان يرسل مساعدين أعرفي نفس الكلام كان يجي بين فترة وفترة ما يحضر كثير رجل هذا من بعد كساسيا كل جولة تقاح حاضر ملاء مبارا تدري وين لقيتها أبو علي أين وجدت وجدت في أبها في مباراة التعاون وأبها يعني مين اللعيب اللي ممكن نشوفهم في التعاون وأبها يضمهم للمنتق وجاي طاقة 90 دقيقة كاملة جالس ومساعدة حتى فوق في بداية الشوت الأول كان جالس فوق وكان حوالي ناس الشوت الثاني نزل في مكان كده مربع كامل محوطين عليه الأمن وجالس هو مساعدة الحال ومتابعونا واضح أنك كانت عجولي فوق لا يود أنا وش جالس لا ما غير صراحة في التشكيل أنا شوذي حين قد نعم يعني ممكن الأسماء اللي ما انضمت الأسماء اللي صار عليها شك كبير جدا نواف موقوف سلطان مصاب لكن هدراك لسه موقوفين تكلم عن الهزازي والمهاج من النصر مران مران كذلك سلطان 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 هو الوحيد اللي كان متاح هو ما استدعي لا هو قال قال ما راح استدعي أي لاعب من براح استدعي ولا لاعب من اللي استبعدتهم سابقين قالها في موتوب الصحبي صعبة شوية بس إنه ممكن بعدين يعني واحد زي سلطان نحتاج الفترة الجاية نوافق العقيدي مهم جدا موافق العقيدي مهم فترة الجاية مهم على مستوى عشر سنوات قدام يعني هذا الحارس هو الحارس الشاب اللي عمره 23 سنة ممكن لأنا عندك العويس باخدلك سنة 23 أو 24 بس بعد العويس أنت تجهز حارس سيكون خليفة للعويس وأعتقد نوافق العقيدي يقدر أن يكون خليفة للعويس عندك سلطان أتوقع عن سلطان لو شناه مركز الثلاث مدافعين السنتر الباك الثالث هذا توقع بيكون هاجة استثنائية لأنني أعرف هذا المركز لو قدر يعطيها دوار أعلى وخلاه هو اللاعب زي باس توني في الانتر اللي فجأة تلقاك كده مهاجم يصنع هدف نفس بافارد هداف الانتر كله ما يصنع السنتر باك لم يميليسار والباكات ما يعملون هذا الزيادة ممكن التغيير الأكبر مضم عيد المولد لا أعرف إذا هو وصاب أو لا ما أعتقد أنه وصاب باقي الأسماء تقريباً هي نفس الأسماء ما في تغيير كبير أضافي السنتر الشهراني واضح أن السنتر الشهراني كان يستبعاده جمطة أساسية هو استبعاد إصابة فعلاً مثل ما ما أو شي باقي الخيارات هي نفسها عندها الأمبارات المهمة في التصفيات الفوز فيها مهم وتوقع أنه طبعاً لازم يكون ليس بس أنت أهل طبعاً إن شاء الله أن نتعدى لأدوار الإقصائد وأدوار المجموعات في كأس العالم أثناء إقامة كأس العالم 2026 في أمريكا بإذن الله طبعاً نحن موجودين في مجموعة فيها باكستان والأردن طاجكستان يتأهل من الأربعة منتخبات يتأهل منها منتخبين الأمر قد يبدو سهل بالنسبة لك بس إذا عرفت أن الأردن وطاجكستان اللي موجودين معاك لعبوا في دور الثمانية كأس العالم ضد بعض في كأس العالم أنت طاعت من دور الثمانية هنا أنت توقف وتتعامل مع الموضوع بكثير من الجدية صح عندنا ست نقاط في صدارة المجموعة نفسنا على الأردن فيه عمان بموجود عموته عموته والثلاثة اللي قدام الوان وتعمري ويزن صحيح نعمات صحيح فأعتقد المباراتين مهمة جدا بالنسبة لنا والطموح أكبر طموح أن نروح أتصفياتي اللي بعد نوصل كأس العالم حتى أن نعمل يعني إنجاز في كأس العالم لكن نقول إن شاء الله أن الأزمة اللي كانت موجودة في الفترة الماضية أنه انتهت وأنه الأمور نقول عادت إلى الهدوء وأنه ما نشيني مستمر ومكمل وأعتقد أنه كان مهم جدا أنه الفترة الماضية تعطينا بوادر أنه ما نشيني يمكمل وأنه له حضور والمشروع معاه يذهب إلى أبعد من كأس أمم آسيا اللي غادرنا وهدفنا بلا شك أنه كأس العالم ووضع بصمة في كأس العالم أنت زي ما قلت أبو عاليا ردة الفعلة اللي كانت منها تواجدة وحضورها عايش بيننا يحضر كل المباريات يتابع كل المباريات يشعرك أنه عند رغبة في العمل حتى على مستوى نوعية التمارين حتى على مستوى الإعداد البدني وقلنا هالكلام لما طلع المنتخب من كأس أمم آسيا أن الرجل قاعد يشتغل على النقاط اللي نعتقد أنه من خلال إحنا قادرين أنه نبدأ نفرق نبدأ نعمل إنجاز في كأس آسيا أو في كأس العالم ننشتغل كثير على الجانب البدني على الجانب الخططي أكثر من كونه منتخب يرتكز على أنه وجود عناصر سوبرستار موجودين عنده يظل أحيانا من هنا إلى الستة وعشرين بيكون مر على الدور ثلاث مواسم ثلاث مواسم معناتها لاعبيك داخل الدور يمفروض أنهم تطوروا بعدها بأربع سنوات لما نستضيف كأس أمم آسيا الخبرة كمان مفروض تكون زادت عند اللاعبين نتمنى يا رب إن شاء الله أنه اللي صار خلال الفترة الماضية ينسى ونبدأ صفحة جديدة عندنا أهداف مهمة جدا خلال المرحلة القادمة بذلك وصلنا لختام أبو أعلي في خلاص شوي ويأذن الفجر ولكن إحنا نضطر ننسجل في مثل هذا التوقيت بعد آخر مباراة ممكن الناس كانوا متعودين علينا نسجل صباحا ولكن صار نسجل بعد المباريات مباشرة عشان ما نتأخر في موضوع النشر وإن كانوا الناس سيعتبون علينا في مسألات تأخير النشر ولكن اللي يؤدي إلى ذلك أنه دائما نحاول أنه تطلع لكم الحلقات بأفضل جودة ممكن أبو أعلي مجحزك مفاجأة الحلقة القادمة خليها التنبس إن شاء الله الحلقة القادمة هي جاية في أسبوع الفيفا فالمفروض أن نتناول فيها خلينا نقول موضوع بعيد على المباريات زي ما سوين حلقة عن الأهلي سوين حلقة عن الهلال المفروض أن الحلقة الجاية تكون عن نادي ثالث ما راح أقول اسم الحد ما نسجل مع الضيف بإذن الله تعالى أعطيك العافية أبو أعلي الله عافيك مرفق بلي شكرا لكم وشكرا لمحمد الفوزان في إعداد وإنتاج هذه الحلقة عبد الرحمن عبود في التصوير في التسجيل والهندسة الصوتية يوسف إبراهيم في نسخ المواد عبد الرحمن الصوفي وفي التحرير مرامض بيبان وفي التلوين أحمد سالم في إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غالب هذا بوثكاست مرتدة أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوسيع ألتقيكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم